نبدأ بسم الله بنموذج بوكلت رقم واحد كشكل الملاحظات معاك والكتاب معاك ونتوكل على الله بأول سؤال أي مما يأتي يظل سابتا في النظام المغلق اللي بيظل سابتا في النظام المغلق أفكرك أن أنت عندك ثلاث أنظمة النظام المفتوح والمغلق والمعزول النظام المفتوح يتم فيهم تبادل الطاقة والمادة النظام المغلق يتم فيه تبادل الطاقة فقط وليس المادة والمعزول لا يتم تبادل كل من الطاقة والمادة فمعنى ان النظام يظل سابتا في نظام الطاقة طبعا هستبعدها خالص لانها مش بتظل سابتا تاني سؤال اللي هو الكتلة اه طبعا الكتلة مثلا لو انا اعتبرت ان كباية الشاي سخنة والمية بتاعتها بيحصل لها نسبة تبخر فبالتالي عندك الكتلة ما بتتغيرش الكتلة سابتة تظل سابتا في النظام المغلق يعني ما بتتغيرش دركة الحرارة اه بتتغير لانها بتبقى على صور الطاقة والانصال بالمحتوى الحراري يبقى الف وجيم وده الغلط انما الكتلة هي اللي بتظل سابتا في النظام المغلق السؤال رقم اتنين ما مجدار التغير في الانصالبي عند ازابة اربعين جرام من الان اي و او اتش في الماء لتكوين لتر من المحلول علما بقى ان درجة الحرارة ارتفع بمجدار عشرة درجة سلازيس بابدأ للسؤال ان انا اعرف هو طالب من ايه مجدار التغير في الانصالبي فانا بكل بساطة اروح اقول له المجدار التغير في الانصالبي ده يعني الديل تيتش يبقى انت عاوز مني الديل تيتش يعني الديل تيتش بتساوي كيو على ان هتقول لي يا مستر ما فيه سالب كيو اقولك بقى احنا خلاص ذهقنا بقى انت عندك الديل تيتش هتشوف الديل تيتش لو الديل تيتش تلعب بالموجة بيبقى الديل تيتش بالسالب الديل تيتش تلعب الديل تيتش بالموجة وهكذا الديل تيتش بالموجة بيبقى الديل تيتش بالسالب بقى الكيوب الموجب. طب يبقى انا كده قدامي محتاجة اجيب الكيوب ومحتاجة بجيب عدد المولات. مش هو عاوز التغير في الانصال بي عاوز التغير في المحتوى الحراري. طيب. انا هجيبي الكيو ازاي? ميدي لك كتلة بالجرام. وميدي لك دلتا تي. وميدي لك مية حرارة نوعية. يبقى انا هروح اجيبي الكيوب من المسلس ده. المسلس ده اللي هو بيقول ايه? بيقول ان الكيوب تساوي مي سي دلتا تي. طب انا هستخدم يا طرى انهي ام انهي كتلة اللي هي اة اربعين جرام ولا لتر مية? لا انا هستخدم المية لان انا العندي الحرارة النوعية محفوظة باربعة وطمانتاشر. طب يا مستر هو هينفع برضا استخدم اللتر ما كان الكتلة يا مستر اقول لك لأ. بس تعال افكرك بقانون Lehewa بيقولك ان الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم. على الحجم. قدي الكسافة. الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم. طب ما انت عندك الكسافة بتاعت المياه محفوظة بواحد. وعارف الحجم اللي مدهولك بواحد لتر. يبقى الكتلة بتاعتك واحد كيلو. طب هو الكيلو يا ترى فيه كم جرام? فيه الف جرام. يبقى روح اعوض هنا مكان الكتلة بالف جرام. الدلتا تي هو مدهالك دايريكت اللي هو عشرة وستة من عشرة. درجة مقوية. يبقى روح اضرب الام في السي في الدلتا تي يومي يدي لك الكيوب كل بساطة هتساوي. اربع تلاف ربعمية وتلاتين جول. طب انا عاوض استشغل بالكيلو جول. ليه? علشان هو عاوز الوحدة تنقاس عندك بالكيلو جول. يبقى روح اقسم على كام? اقسم على الف. لما تقسم ده على الف يومي يدي لك الكيوب بتاعتك بتساوي اربعة واربعين وتلاتين كيلو جول. طيب. يبقى انا كده الحمدلله جبت الكيوب بتاعتي باربعة واربعين وتلاتين كيلو جول. تعالى في عدد المولات. والله انا عدد المولات بروح اجيبها بالمسلس ده. اللي هو ايه? اللي هو عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. الكتلة بالجرام لهيدروكسيد السوديوم بكام باربعين والكتلة المولية باربعين يبقى اربعين على اربعين. اربعين على اربعين بيساوي واحد مول. يبقى هروح احاكتب هنا واحد. اصبح الدلتا اتش بتساوي الكيوب على اين? يعني الديلتا اتش النهائي هتساوي 44.30. ولكن الكيوب بتاعتك هنا طلع بالموجب يبقى الديلتا اتش هتطلع بالسالب يبقى سالب 44.30. طبعا مستر ما ممكن يديني في الاختراف كمان لو بصيت هتلاقي كلهم بالسالب يعني هو عاوز الديلتا اتش بالسالب يبقى عندك الديلتا اتش هتساوي اربعة واربعين وتلتمية وتمانية من السؤال رقم تلاتة من المعادلتين الحراريتين المقابلتين ما يدي لك اي تو صلب مو بقى اي تو سائل دلت اتش بموجة بستاشر وبقى كان صلب الجاز بقى دلت اتش بموجة باثنين وستين ما قيمة التغير في الانصالب المولاري لتبخير اليود تبعا للمعادلة الاتية بكل بساطة دي بيتفكرني بقانون هسي الى حد ما بيقول لي ايه هو ميدي لك اهوم مسألة قدامك بيقول لك اني كتبت لك الاستوال اللي هو جيبه لك جيبلك المعادلتين دول وبيقول لك الاصل بتاعك عاوز اي تو ليكود لاي تو جاز ادي اي تو هو سائل اللي هو ليكود واي تو جاز هروح هشوف وعمل الاصل عليهم دلوقتي الغاز ده اللي هو النواتج موجود في النواتج هنا اه الحمد لله هسيبه زي ما هو السائل ده مش موجود في المتفاعلات طب هنا في المتفاعلات في سائل لا ده موجود هنا يبقى هعمل هشقلب المعادلة الاولى طب يا مستر يلا نشقلبها يبقى اي تو ليكود اللي اي تو السولد اللي هو الصلب انا شقلبتها ويبقى تشقلب الاشارة بسالب ستاشر ودي هتنزل زي ما هي الاي تو بس هنا سولد وهنا جاه زي ما هي طيّر طالما السولد هنا هتطير مع السولد ده اتبقى لك ايه اتبقى لك الاي تو وهو سائل وهنا الاي تو وهو جاز اروح اجمع الاتنين خلي بالك انا نسيت احط لك الرقم ده اللي هو اتنين وستين لما اجمع سالب ستاشر زائد اتنين وستين يقوم ادي لك الناتج ستة واربعين ستة واربعين بالموجب يبقى هنا ستة واربعين بالاي بالموجب سؤال رقم اربعة في التفاعل الاتي ما ادي لك تفاعل تكون قيمة الدلتا اتش باشارة الدلتا هنا تعال اشوف هو وحدة القياس دي بالاي بالكيلوجول يبقى دي قيمة الايه الكيو مش الدلتا اتش لان الدلتا اتش كيلوجول على مول طيب بما ان الكيوب الموجب يبقى الدلتا اتش بالايه بالسالب وده برضو ورقة المخطط حط تتهالكو على الجروب دلتا اتش لما تبقى لما الكيوب بقى بالموجب يبقى الدلتا اتش بالسالب والتفاعل طارد للحرارة يبقى انا هاختاري الاجابة اه اللي هي باشارة سالبة والتفاعل طارد للايه للحرارة خمسة يتاعد كلوريدي النحاس اتنين اللا مائي مع الماء مكونا كولوريدي النحاسي 2 المائي تبعا للمعادلة الاتية. ما قيمة التغير في المحتوى الحراري يعني هو عاوز الدلتا اتش بمعلومية الدلتا اتش فورميشن التكوين للمواد الموضحة بالجدول المقابل. هروح ابص على المواد اللي قدامي مدين للمية سالب 286 وهكزا. ازال نفسي سؤال بقى. المعتوات اللي هو مدهاني ليها علاقة بتاقت الربطة ولا ملهاش علاقة? لو ليها علاقة بتاقت الرابطة بقوة الرابطة يبقى استخدم القانون اللي بقول لي دلتا اتش بساوي المتفاعلات زائد النواتج وهعوب بالنواتج بالسالب. لو ليها علاقة بالمحتوى الحراري يبقى اقول له دلتا اتش بساوي دلتا اتش نواتج ناص دلتا اتش متفاعلات. يلا نشوف هنعمل ايه? ادي القانون قدامي. اللي هو دلتا اتش بساوي دلتا اتش نواتج ناص متفاعلات لان انا ملاقيتش ان ليها علاقة بتاقت الرابط. ادي النواتج عندك اللي هو سيو سي اللي هو كلوريد النحاس المتهدرت. لا يا والله عندي واحدة بس مول فهو سالب تمنمية وتمانية. ناقص بتاعت القانون. ثم بعد كده خش على المتفاعلات. ايه عندي سيو سي اللي تو واحدة يبقى واحد في سالب ميتين وستة. زائد الاتشي تو عندي اتنين مية يبقى اولي اتنين في سالب ميتين ستة وتمانين. الكلام ده كله على الالة هيديني تلاتين. سالب تلاتين. يبقى اللي هي الاجابة سالب تلاتين. السؤال رقم ستة ده باب خامس. نخش على بعده. السؤال رقم سبعة وتمانية وتسعة وعشرة باب خامس. نخش على السؤال رقم حداشر. بيقول لك احسب قيمة الدلتة اتشي للتفاعل وميدي لك تفاعل قدامك. علما بقى انه عند احتراق بكتلة معينة بالجرامات من الميسانول. كتلاته المولية تنطلق كمية من الطاقة الحرارة مقدارها عشرين وستة من عشر. دايما قلت لك طالما بديك الكتلة المولا فهو مش مدهولك يعني منزر. هو مدهولك عشان تروح تجيب عدد المولات. فانا روح اجيب هو عاوز قيمة الدلتاتش. جيبي الورقة. يبقى انا عندي هنا لما روح اجوز. هو الكلام على مين? كلام على الميسانول. يبقى هو علما عند احتراق كزا من الميسانول. يبقى روح اقول لك كلام على الميسانول. هنقل الميسانول اللي هو 2CH3OH. وروح اشوف هو ما يطلع لكمية من الحرارة مقدارها قديه. كمية الحرارة. لما كان تسعمية اربعة وتلاتين من الف. لما كان تسعمية اربعة وتلاتين من الف. طلع لكمية من الحرارة مقدارها عشرين وستة من عشر. عشرين وستة من عشرة. طيب. طب لما يبقى قد كام هيديني اه كام دا الاكس طب ما هو ده مدي لك طريقة عشان اروح اجيبها اللي هي ايه مش انت عارف اني مش ده جرام يبقى مفروض تحته جرام ده كمية حرارة منطلقة بدي كمية حرارة منطلقة يبقى انا عندي عدد المولات بيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية طب انا مدي لك الكتلة المولية ومدي لك عدد المولات طب ازاي يا مستر مش احنا قلنا لما يبقى ديني الكتلة المولية بمحتاج نجيب العدد المولات خلاص اما هم اديك الاتنين يبقى محتاجك تجيب التالتة يعني اقصد ان هو لما اديك الكتلة المولية اعرف ان انت هتشغل بالمسلس ده. فالكتلة المولية هم اديها لك باثنين وتلاتين. عدد المولات هم اديه لك اكام مول من الميسانون اللي هو اتنين مول. يبقى اروح اقول له في اتنين. يبقى اتنين وتلاتين في اتنين باربعة وستين جرام. يبقى لما يبقى اربعة وستين جرام. هي هتساوي سالب الف ربعمية سالب الف ربعمية وحداشر وستة وستين من مية. يبقى انت ساعتها روح تجيبت له الكيلو جول بتاعته. بس كم. السؤال رقم اتناشر ده باب خامس. السؤال رقم طلعتاشر باب برضو خامس. السؤال رقم اربعتاشر مهم وجميل جدا. احسب كمية الحرارة بالكيلو اللازم لرفع درجة حرارة تمانية اربعين وسبعة من عشرة جرام من الماء من اتنين وعشرين وتمانية اتنين وستين. طالما مدي لك هو تي وان وتي تو يبقى انت هتجري على طول وترسم القانون اللي بيقول كيو بتساوي امي في دلتا تي. كيو بتساوي امي سي دلتا تي. هو عاوز ايه? عاوز كمية الحرارة? اقول له علامة استفاة. آآ اللازم لرفع درجة حرارة تمانية واربعين وسبعة من عشرة. يبقى تمانية واربعين وسبعة من عشرة. من مين? اكيد من المياه. عشان يبقى الحرارة النوعية. جدع باربعة وتمنتاشر. طب الدلتا تي عندك اللي هو. اللازمة لرفع. طالما لرفع يبقى تي تو مينس تيوان يعني الكبير ناسي صغير اتنين وستين ناقص. اتنين وستين ناقص. آآ اتنين وعشرين وتمانية من عشر. احسب الثلاثة دول على الآلة يقومي اديه لك سبعة تلاف تسعمية تسعة وسبعين وسبعة من عشر. بس الكلام ده بالجول ولا بكيلوجول الكلام ده بالجول. طبعا انا عاوز احوله الكيلوجول فهو مقسم على كام? اقسم على الف. يقومي اديه لك الناتج بسبعة علامة تسعة وتسعين من مية. نصلي بعده. خمستاشر. اه تختلف قيمة متوسط طاقة الربطة الاس ده بالبوند او في مركب الاس واسري عنها في مركب الاس او تو. واضح ذلك بالحسابات الكيميائية على التفاعل التالي. وميدي لك الكلام على طاقة ايه? طاقة الربطة. المستر قال لي لو الكلام على طاقة الربطة. فقوم اروح استخدم انهي قانون. القانون اللي بيقوللي للدل تايتي بساوي المتفاعلات زائد النواتج. الله امسك الورقة. السؤال رقم خمستاشر. تختلف قيمة متوسط طاقة الربطة الاس ده بالبوند او في مركب الاس اس ري. عنها في مركب الاس او تو. واضح ذلك بالحسابات الكيميائية على التفاعل التالي. ومديني هنا في المعطيات الاعلاقة بتاقة الربطة. وميستر قال لي طالما جبتي طاقة الربطة قوة الربطة يبقى هستخدم القانون اللي بيقوللي ان الديل تايتي بيساوي المتفاعلات زائد النواتج. واعوب بالنواتج بقيمة سالب. طيب اذا انا هشتغل بالاس او تو بتاعت المركب اس او تو. ده الاس او تو وده الاس او سري. يبقى انا هاعتبر الاس او قولي هنا مجهولة. انا مش عارب تاقتل ربطة بتاعتها بكام. وميدي لك الديل تايتي اللي بروح اعوض في القانون اللي بيقولي. الديل تايتي بتساوي المتفاعلات زائد النواتج. طيب المتفاعلات عند الديل تايتي انت المتفاعلات عندي او او. والاو الوحي الاو بربع مية تمانية وتسعين. يبقى ربع مية تمانية وتسعين. زائد لاني بكتب كل ده المتفاعلات. آآ عندي شكلين لو انا خبيت دي كده. يبقى انا عندي شكلي اس او اس او شكلين. مضروبين في اتنين يبقى عندي اربع اشكال اس او. اربعة في اس او. والاس او عندي خمسمية اربعة وتلاتين يبقى اربعة في خمسمية اربعة وتلاتين. زائد النواتج اللي هي اللي انا عاوزها. بس انا عندي كم شكل? عندي هنا دي شكل ودي اتنين ودي تلاتة مضربين في اتنين. يبقى عندي ستة من الشكل اكمل بقى. اجمع دول مع بعض يوم ادي لك الناتج ده هيساوي آآ الفين ستمية اربعة وتلاتين. وهنا سالب مية ستة وتسعين بتساوي ستة من النوع اس قل في الاس اس ري. زائد. هبعد دول بعكس الاشارة يبقى بيساوي سالب بسالب الفين تمنمية وتلاتين. ده اللي ما بعد دي بعكس الاشارة سالب الفين ستمية هتاور بعين وستمية ستمية وتلاتين يبقى سالب سي دول بندق او. هقسم على الستة عشان تديني قيمة الاس دول بندق او. هتساوي معاك الناتج سالب ربع مية. لان انت طبعا كده كده بتعود بالسالب ده. لان احنا قلنا في النواتج بناها عود بالسالب. يبقى سالب ربع مية واحد وسبعين. وسبعة وستين من مية. السالب هيتير مع السالب يبقى قيمة الاس دول بندق او الواحدة بتساوي ربع مية واحد وسبعين وستة من عشرة. يبقى انت بتاعة الاس دول بندق او بتاعة الاس اس اس ري بسالب ربع مية. انما الاس دول بندق ابتBC بخمسمية يبقى اكيد كوتو الربطه اللي في الاس او او اعلى من كوتو الربطه اللي موجودة في الاس اس و او سري. وبكده النموذج الاولان. نبدأ باسم الليه بالنموذج التان. راكم واحد مش علينا لسا مخدنا هاش لسا هناخدها في الباب الخامس ان شاء الله. ورقم اتنين نخش على رقم تلاتة. رقم تلاتة بقولك من الشكل المقابل عند اذابة كبريتات النحاسة اللامائية في الماء. ترتفع. خط. خط على كلمة ترتفع. لو قلت لك على كلمة ترتفع افكرك بايه? لما تلاقي ارتفاع في درجة الحرارة يبقى التفاعل ضطارد للحرارة. طيب يلا كامل. يبقى طالما ترتفع يبقى هستبعد الالف. وهستبعد به. عشان دول ماص. يبقى عندي يجيم يا ايه? يا ديل. طارد للحرارة وبقيمة يا طارد. احنا عارفين التفاعل الطارد للحرارة الدلتا اتش بتاعته بايه? بالسالب. يبقى ايزا الاجابة جيم. اللي هو التفاعل طارد للحرارة وقيمة الدلتا اتش له بالايه? بالسالب. السؤال رقم اربعة. اي من مخططات الطاقة الاتية تعبر عن تفاعل ماص للحرارة? قلت لك ان التفاعل الماص للحرارة بيبقى السلم طالع. طيب تعال انا شوف مين السلم اللي نازل ونستبعده. ده انت واقف هنا وبقيت تحت يبقى ده طارد. ده انت واقف هنا وبقيت تحت طارد. ده انت واقف هنا وطلعت فوق ماص ده طلعت هنا وطلعت فوق يبقى ماص. طيب اي واحد من دول يعبر عن تفاعل الماص طبع للدلتا اتش. فكرك بحاجة برضو ان في التفاعل الماص كان الدلتا اتش نواتج اعلى من الدلتا اتش المتفاعلات. وفكرك بحاجة كمان صفحة سبعة وعشرين كان في مقارنة من التفاعل الطارد والماس. بص التفاعل ماس كان الديلتا اتش تحت النواتج والتفاعل الطارد كان الديلتا اتش هنا كان نتذاكرها لك تحت المتفاعلات. يبقى طبعا انا هختار الاجابة بي لان اختار الاجابة سوري ايه? لان التفاعل هنا الديلتا اتش الي عند النواتج التفاعل الماس. السؤال الرقم خمسة. مش علينا لسه باب خامس. ستة. سبعة يلا نروح نحل سبعة بيقول لك ايه بيقول لك المعادلة الاتية تعبر عن تفاعل اضافة الهيدروجين الى غاز الاسيليل ما قيمة الدلت اتش لهذا التفاعل ومديلك طاقت الربطة طلاقة ما طاقت الربطة يبقى مش هاجري غير على القانون اللي بيقول لي ان قوة الربطة بساو دلت اتش المتفاعلات زائد النواتج طيب ما تروح نعود يلا بين فكرة في كلها في انك توصل لكتابة المعادلة بالطريقة دي السي تو اتش فور اللي هو جايبهالك سي تو واتشي تو here لازم تبع عرف ان السي حاليه اربع روابط يبقى بالشكل ده وده اتشي تو وده سي تو هنا مع سي تو اللي هو جايبهالك سي تو اتشي ستة ادي سي واسي يبقى انا روح ابص في النوة تفاعلات انت عندك كم شكل هنا عندي شكل واحد من الشكل سي وعندي سي اتش كم شكل واحد اتنين ثلاثة اربعة وعندي اربع اشكال من النوع سي اتش وعندي شكل HH يبقى دي الأشكال حطيتها على جنبه هو نغش على النواتج عندي شكل واحد من النوع CC وعندي شكل 2, 3, 4, 5, 6, 6 أشكال من النوع CH هروح أجيب قيمة كل واحدة أروح أشوفها هنا C610 يبقى أروح أكتب هنا C610 CHB410 طبعا هضربهم فاربعة والشكل HH بربعمية ستة وتلاتين بربعمية ستة وتلاتين طب تعال في الشكل CC الشكل CC 350 بس طبعا هنه عوض بقيمة سالبة وشكل CH بربعمية وعشرة يبقى أقول له 6 في سالب ربعمية وإيه وعشرة لما تيجي تجمع دول كلهم مع بعض 610 زائد 4 في 410 زائد 1 في ربعمية ستة وتلاتين بتساوي هيديني 2000 2686 ده المتفاعلات طب تعال لما جا جمع سالب 350 زائد 6 في سالب ربعمية وعشرة بيساوي سالب 2000 810 تمام؟ طب كده أصبح عندك النواتج والمتفاعلات يبقى هروح أقول له الدلتا اتش هتساوي الدلتا اتش بتاعتك هتساوي المتفاعلات اللي هم 2686 زائد النواتج اللي هي سالب 2810 على الآلة هيديلك بيساوي سالب 124 تعال نشوف الكلام ده على الإجابات اللي هي سالب 124 سؤال رقم 8 ينحل مركب سانيوكسيد النيتروجين تبعا للمعادلة الحرارية التالية ميدي لك الدلتا اتش بالسالب يبقى التفاعل ده طارد للحرارة يعني الكيوب الموجب طيب ما قيمة التغير في الانصالب للمعادلة الآتية هو ميدي لك رقم 8 قدي المعادلة لميديها لك اتنين نواتو ونو زائد نواتو اللي عمله هو شقل بالمعادلة زي ما انت شايف يعني جاب الانتو زائد اتنين اوتو ساهم اتنين انو اوتو وغير الاشارة دي بقت موجب ستة وستين وقام ضرب في نص اضرب ده في نص واضرب الدي اتنين في نص يطير اللي اتنين واضرب ده في نص يطير اللي اتنين واضرب ده في نص يدي لك موجب تلاتة وتلاتين وده اللي نعاوز السؤال رقم 10 يستدل من سخونة السحراء نهارا وبرودتها ليلا على انها نظام مفتوح السؤال رقم 12 احسب مجدار التغير في الانصالبي للتفاعل المقابل ومدي لك معادلتين ويبقى هو عاوز هندور على الاصل يدور يلا نعمل قانون هس ونحط المعادلتين تحت بعض ونتير ونشوف الاخ ادي كتبتلك هول المعادلات اللي مدهالك اروح ابص على الاصل دور نتو افور موجودة فين انا موجودة هنا في المتفاعلات صح؟ يبقى لازم ادور عليها هنا ملاقيتهاش هنا اروح ادور هي موجودة فين موجودة هنا يبقى اول حاجة هشقلب هنا هشقلب حل طيب ايه كمان؟ ميدي لك الانو او تو موجودة في النواتج وهي الحمد لله موجودة في النواتج ولكن مضروبة هنا في اتنين يبقى المعادلة دي هاضربها في اتنين نطبق بقى يبقى المعادلة الاولى هاضربها في اتنين والتاني هشقلب انو اتنين في نص يبقى انتو زائد اتنين او تو سا اتنين انو او تو واضرب الديلت اتش في اتنين يبقى بموجب ستين. اشاء اللي بالمعادلة التانية يبقى الان تو او فور سهم ان تو زائد اتنين او تو والدل تقيتش تطلع بعشر. سالب عشر اللي ان انا عكست. يلا بينا نطير. ادي الان التو ان او تو. زي ما هي? ادي الان تو. هتطير مع الان تو. ادي التو او تو. التو او تو. يلا جمع. يبقى الان تو او فور سهم. تو انو او تو. ستين ناس عشرة هيساوي اه خمسين. يبقى هي دي الايجابة? طيب. السؤال اللي بعده رقم اه اربعتاشر. سخنت قطعتين متساوتين في الكتلة. لهم نفس درجة الحرارة الفترة زمنية متساوية. انا ما احب شقر السؤال وهو كده. هو من دي لك قطعتين متساويتين. يعني دي قطعة. ودي القطعة التانية. متساوتين في الكتلة لهم نفس درجة الحرارة لفترة زمنية متساوية. يعني سخنت ده وسخنت ده. بنفس الوقت. بنفس الوقت دي ساعة هي. بمصدر حراري واحد القطعة الاولى من النحاس اللي هي دي نحاسة هي. ودي التانية حديد. ادي الحديد اهو. ماله. حرارته النوعية اه الاولان اللي هو النحاس بتلاتة تلتمية والتاني بربعمية. يعني ده بربعمية وده بتلتمية. يعني ده اعلى. الحرارة النوعية بتاعة وعلى يبدأ يستحمل اكتر يستحمل اكتر ايهما ترتفع درجة حرارته بمقدار اكبر يبقى النحاس وانا بغمض عيني ليه لانه يعيني كوة تحمله ضعيف وعمال يسخن بسرعة فبالتالي لان الحرارة نوعية اقل من الحديد احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي بمعلومية الانصالبي التكوين للمواد التالية ميدي لك طبعا ولا ميدي لك هنا تاك تربطة ولا ميدل لك دلتا اتش يباروح اعوط بالقانون اللي بيقول ان الديلتا اتش بتساوي نواتج نقص المتفاعلات دلتا اتش بتساوي نواتج نقص المتفاعلات هروح ابص على المتفاعلات واشوفها النواتج عندي بكم بسالب تلتمية تلاتة وتسعين واحد وخمسين كم مية اتنين مية المية بكام بسالب 285.5 سالب 285.5 ده كده النواتج احط النقص بتاعت القانون المتفاعلات بتاعتك اكسوجين مش ميدي لقيمتها بزيرو والCH3OH بسالب 238 سيبقى سالب 238 اروح احسب كل ده على الالة هيديني سالب 726.5 سالب 726.5 كيلو جول لكل مول السؤال رقم 16 باب خامس السؤال رقم 17 وسؤال جميل جدا وفيه فكرة حلوة كمية الحرارة الناتجة على احتراق 1.3 من 10 من الجولوكوس كتلته المولية 180 جرام لكل مول تتسبب فيه ارتفاع درجة حرارة كتلة مجهولة من الماء النقي بمقدار 24.3 من 10 فاذا علمت ان حرارة الاحتراق القياسية للجولوكوس بتساوي سالب 2816 كيلو جول احسب كتلة الماء طالما طلب منك كتلة طالما طلب منك الكتلة يبقى وانا مغمد عيني اروح ارسم الكتلة اللي هو بتساوي م في سي في دلتا تي م سي دلتا تي ودي الكيو الام مية السي المية باربعة وطمانتاشر الدلتا تي عندي باربعة وعشرين وتلاتة من عشرة فاضل للكتلة وكمية الحرارة لازم تفهم من فهم المسألة اللي بقى كمية الحرارة اللي هتحرق واحد وتلاتة من عشرة من السكر المية هتخلي المية تترفع درجة حرارتها لاربعة وعشرين يبقى اروح اجيب كمية الحرارة اللي هتطلع من الجلوكوز عشان اعود بها في الكمية الحرارة اللي هتمتصها المية مش انت عندك ان الدلتا اتشي بتساوي كيو على اين طب ما انت الدلتا اتشي ميديهلك بكيلو جل المول سالب الفين كيلو ها كيلو كيلو ها كيلو سالب 2816 وهنا عدد المولات ميدي لك الكتلة بالجرام ليك يبقى اروح ارسم السؤال المسألة دي اللي هو عدد المولات هيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية طب ما انت الكتلة المولية ميديهلك في المسألة بمية وتمانين وميديلك عدد المولات دا اللي انت عاوزه الكتلة بالجرام بواحد وتلاتة من عشرة جرام يبقى هروح اجيب عدد المولات هتساوي اتنين اه سبعة واثنين من عشرة في عشرة قص سالب ثلاتة امسك دا وعوض بيه هنا هاضرب دا في سالب 2816 يدي لك كمية الحرارة بتاعتك بالجول بتساوي عشرين واثنين من عشرة بس انا عاوز دي بالجول بروح اضربها في الف طب بعد ما اضربها لك اضرب الكلام دا في الف هيروح اعوض بهن اللي الكيو دي عوض بهن عشرين واثنين من عشرة في الف يبقى بيساوي الفين عشرين الف ميتين خمسة وسبعين واثنين من عشر يبقى روح اعوض دا مسك الكيو وقسمها على سيف دلتا تي يبقى قوله عشرين الف ميتين خمسة وسبعين واثنين من عشرة على اربعة وطمانتاشر وفي اربعة وعشرين وتلاتة يقوم الدين الكتلة بتاعتي بتساوي مية تسعة وتسعين وستة من عشرة جرام وصلت خلي بالك انا هنا طلعت القيمة بتاعتي يبقى كل الخلاصة انا دلوقتي جبت ال دلتا اتش بساوي كيو على ان جبت كمية الحرارة اللي حرقت بها الجولوكوز عشان هتمتصها المية الكيو عندي هروح اجيبها دلتا اتش في ان هروح اجيب عدد المولات يبقى لما اضرب في ده في ده يديني كمية الحرارة بالكيلو فطلع معايا عشرين واثنين من عشرة كيلو جول يبقى انا عندي الكلام على كيلو جول فانا عاوز احولها للجول فهو مضرب في الف والكمية الحرارة اللي تطلع عوض بها في القانون ده واضرق وقسمها على الحرارة النوعية في الدلتا تيدي كتلة المية تسعة وتسعين وستة قبل ما نبدأ وراء وقلم وكشكل المنحوظات وما تنساش تكتب تم علشان ما فيش بوكلة يفوتك نبدأ باسم الله بالسؤال الرقم واحد التفاعل الآتي تضمن كسر وتكوين روابط مبدأين بس عشان تبقى عامل حسابك ان السؤال ده في غلطة نقصة في كتاب الامتحان ان هو مش ميدي لك الربطة معطيات الربطة بتاعت السي سي ب350 ديتا تكتبع عندك وتسجيلها عندك دلوقتي اولا تكوين الربطة احنا متنفقين طالما على تكوين الربطة تطagain بقية یا متفاعلات زائد النواتج واعب بالنواتج بقيمة سالبة هروح اشوف الشكل ده في كم شكلات في شكل واحد من السي سي أو سي سي شكل واحد عندي استة اشكال من الشكل سي اتش يعني عندي شكل سي اتش ده و questperce disease يبقى واحد اتنين اتلاتة اربعة اخمسة ستة ستة اشكال من النوعesen عند شكل واحد من البي عربي 700 و هكذا لما تيجي تعوض بالكلام ده كله التلاتة دول هتقول ايه واحد فيه قيمة السي سي ب350 ستة فيه سي اتش ب414 زائد واحد فيه 194 ده كده المتفاعلات تكتب الزائد بتاعت القانون كل ده هيدلك على الآلة 3028 يبه المتفاعلات عندي 3028 اخش على النواتج الان النواتج عندي فيه شكل واحد من السي سي عندي شكل شكل واحد من النوع سي بي ار وعندي خمس اشكال من النوع ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اشكال من النوع سي اتش وفيه شكل نوع هتروح تدرب بقى واحد في الشكل سي بي ار يبقى سالب 285 اللي قلنا في النواتج بعوض بالسالب زائد نوع واحد من السي سي بسالب 350 زائد خمسة فيه سالب 414 زائد واحد فيه سالب 285 الكلام ده كله على الالة يديك سالب سالب 3067 يبقى انا عندي هنا سالب 3067 تقوم تجمع دول على الالة يديك جناتك سالب 39 كيلو جول على مول السؤال اللي بعده رقم اتنين اتنين وثلاثة او ثلاثة دي قانون هس من المعادلتين الحراريتين التاليتين السؤال رقم ثلاثة كربون ميديك معادلتين وجيب لك معادلة على اصل دور انا كتبت لك المعادلات اهي ادي المعادلة الاساسية الاصل دور وده المعادلتين اللي هم ادهم لك اروح اعمل ايه هروح كل بساطة هروح ابص على النواتج اللي هو ساني اكسيدي الكربون موجودة في المعادلة دي تمام اتنين اتشي تو موجودة اتنين اتشي تو لكن دي موجودة في النواتج دي موجودة في المتفاعلات يبقى انا لازم اشقلب يبقى هكتب كده في المعادل رقم اتنين هشقلب يبقى انا هنزل ديه زي ما هي ادي كربونة ادي اكسوجينة ادي ساني اكسيدي كربون ادي سالب تلتمية تلاتة ونص المعادلة التانية هيبقى اتنين مية اكسوجين اتنين اتشي تو ودي السالب هتبقى بالموجب عشان انا حولت الاشارة وطير لما اجي اطير ايه اللي هيحصل هلاقي النساء الاكسوجين هيطير مع الاكسوجين ابقى الكربونا زائد اتنين فهيبقى هنا اتنين اتشي تو او سه هيديني هنا ساني اكسود الكربون ودلاتين هيدوجين اجمع دول على الالة هيدي لي 178 واحد من عشر يبقى عندك الااجابة هنا 178 واحد من عشر نقلل بالصفحة السؤال رقم خمسة سؤال رقم خمسة عند اضافة 50 جرام من المية درجة حرارتها 90 درجة سليزيس الا مسعر يحتوي على 50 جرام من ماء درجة حرارتها 15 درجة سليزيس ترتفع قراءة الترمومتر الى 45 درجة سليزيس ويستنتج من ذلك ان الحرارة الممتصة بواسطة المساعر بتساوي. لازم تبقى فاهم هنا وتاخد بالك من حاجة. ان احنا طالما عندنا جسمين في انتقال درجة الحرارة ينتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة للجسم الاقل في درجة الحرارة. كلام جميل. معنى ان الجسم بينتنتقل منه حرارة يبقى فيه هنا الجسم ده هيطلع حرارة مفقودة. الجسم ده طالما هياخد باسمها طاقة ممتصة. ديبقى لما اجقول لك يستنتج ذلك ان الحرارة الممتصة بوسيطة المساعة بتسوي الحرارة المفقودة بوسيطة الماء الساخن بس لا طبعا مش دي مش دي الاجابة الاكسر دقة طب يترى هل الحرارة المكتسبة بوسيطة الماء البارد بس لا طبعا ولا طب هل يترى الفرق ولا المجموع في الطاقة المفقودة بوسيطة الماء الساخن والمكتسبة بوسيطة الماء البارد. احنا متفقين ان الايجابة الغاد دي كده الجزء ده كده صح اللي هو الطاقة المفقودة بوسيطة الماء الساخن والطاقة المكتسبة ووسيطة الماء البير باستطارة بجمع ولا بفرق? لا طبعا الفرق ما بينهم لان انت مثلا درجة الحرارة بتاعت الجسم ده خمسين. بقت تلاتين. يبقى الفرق ما بينهم عشرين. يبقى انت عرفت الطاقة المكتسبة قديه والطاقة المفقودة قديه? يبقى الاجابة عندي ده. رقم السؤال رقم سبع. سؤال رقم سبع من مقطة الطاقة الموضح بالشكل المقابل اي من العبارات الاتية تعتبر الصحيحة. عندك هنا طالما بشوف بتاعت اي تفاعل بتروح تشوف النواتج دي طبعا النواتج ده المتفاعلات بتروح تنقط كده وتشوف هي واقفة عند رقم كام. والنواتج بشوفها واقفة عند رقم كام? اهو. شايف المسافة دي? ده اسمه او الطاقة المنطلقة من التفاعل. يبقى لما تيجي تيرى الاختيارات هل ايه يعبر عن الطاقة المنطلقة اسناء تكوين الروابط? اصلا ايه دي متفاعلات? فبيحدث كسر في الروابط? سي يعبر عن الطاقة المنتصة اسناء كسر الروابط ده ده تبع النواتج ما ينفعش اقول كسر. هل بيه يعبر عن الطاقة المنطلقة من التفاعل طبعا اللي احنا لسه شرحنا? بيقول لك ركز معايا لان الجزء ده مهم جدا وخطير. بيقول لك ما الرقم الدالة على حرارة التفاعل المعبر عنه بالشكل البياني المقابل. طب بس مستر انت فاهمني الارقام دي وانا اقول لك الاجابة. طب بص معايا. ادي الشكل ده. دايما انت تعارف ان اللي على ايدك لشمال دي المتفاعلات. وجزء اللي طالع ده اسمه النواتج. شايف دلت ايتش دي? شايف المتفاعلات دي? تحتها ساهم. بيقول لك الساهم ده بيعبر عن ايه? فتقوم تقوله طالما تحت المتفاعلات فهسميها المحتوى الحراري للمتفاعلات. كلام جميل يا مستر. طب بص على النواتج. هل يا طرى الساهم ده صغير? ما ليش دعو بي? انا عاوز لغاية الاس? لغاية الارضية. شايف الساهم ده كله? هسميه المحتوى الحراري طوى الحراري للنواتج. طيب. كلام جميل. شايف انت الطالعة دي? بتاعت المتفاعلات عشان تكون النواتج. الطالعة دي مش هتطلع بالساهل يعني مش مش هتطلع بسهولة. اما اللي محتاجة ايه? محتاجة طاقة. والله سمينا لك الطاقة دي بطاقة التنشيط. بطاقة التنشيط. حلو. شايف الجزء الصغير ده? اللي تحت النواتج? مش ده يعتبر الجزء بتاع المتفاعلات. ولو خدت منه الحتة دي بتاعت النواتج. ابقى للحتة دي. يبقى اصبح الفرق بين المحتوى الحراري للمتفاعلات والمحتوى الحراري المين? للنواتج. يعني لو انا خدت هم حتة دي. وقادي الحتة دي. يبقى انا لو خدت الجزء ده كده خمسة وده بتلاتة يبقى الحتة دي بكام? باتنين. يبقى ازا دي هتساوي او طاقة التفاع. السؤال رقم تمانية وتسعة وعشرة. دول يعتبروا باب خامس. نخش على السؤال رقم حداشر واثناشر سؤال جميل جدا. ادرس الشكل المقابل. ثم اجب عن السؤالين الاتيين. ميدي لك دلت اتش وان دلت اتش تو دلت اتش سري. ممكن بكل بساطة يقول لك دي بدل وان دي تخليها اكس. بدل يتو دي خليها واي. بدل سري دي خليها زد. تمام? ما الذي تعبر عنه الخطوة رقم اتنين? اولا بشوف الجزيئات الاقل. دي هتبقى الاقل للمزاب. دي هتبقى المزاب. ودي هتبقى المزيب. تمام كده? كلام جميل? طيب. يبقى المزيب هيتفك بدلت اتش وان وهنا هيتفك بدلت اتش تو ده هيتفك ده هيحصل ارتباط بدلت اتش سري. خلي بالك ان قيمة الدلت اتش وان بالموجب. الدلت اتش وان بالموجب. والدلت اتش تو بالموجب. الدلت اتش تري بتقول لعناها بالسالب. ما الذي تعبر عنه الخطوة رقم اتنين الخطوة رقم اتنين هو تفكك المزاب هو تفكك المزاب. ما لازه ماذا تستنتق عندما تكون اعلى من دلتا اتش اتش دو دلتا اتش وان طالما دلتا اتش بتعبر عن الربط والتكوين والدلتا اتش وان وتو بتعبر عن الكسر والربط اعلى من الكسر اعرف ان التفاعل ده طارد للحرارة. يبقى القيماها بيعلو عليها. السؤال رقم تلتاشر. احسب محصلة الطاقة المنطلقة. طالما قال لك احسب محصلة الطاقة اعرف ان انت هتجيب قيمياتين للكيو. قيمة للكيو قيمة للكيو. من احتراق خليط مكون من ميت جرام من البيوتان. حرارة احتراقه سالب تسعة واربعين وسبعة من عشر. تمام? لكل كيلوجول لكل جرام. يعني الواحد جرام كان ميديني سالب كان ميديني تسعة واربعين وسبعة من عشر. موجب تسعة واربعين وسبعة من عشر. ليه بالموجب? انا اعتبرت ان الكيلوجول لكل جرام دي تسابة بتاعة الدلتة اتشي فانا بالتالي هعوض بيه. يبقى بعكس الاشارة بدل السالب تبقى موجب. ده الواحد جرام. طب لما يبقى ميت جرام. هي الديني قديه. هي دي اللي انا عاوز اوصلها لك. نكتبها بالقلم مختلف. هتديني قديه. ايه? اكس. يبقى دي الكيو اللي انا اجيبها. يبقى اقول له هنا الكيو هتساوي. سسعة واربعين وسبعة من عشرة في مية على واحد اديك اربعة تلاف تسعمية وسبعين كيلوجول. تمام? ادي اول كيو. طب الكيو التانية. لما كان الواحد جرام اداني سالب سبعة واربعين. يبقى لما واحد جرام اوكتان طبعا ده بتاع البيوتان هنا ده الاوكتان اللي هو آآ سي تمانية اتشي تمنتاشر الواحد جرام كان ميديني موجب سبعة واربعين وتسعة من عشر. طب لما يبقى متين جرام هيديني يقدي ايه? هروح اقول له الاكس هتساوي له هالكيو التاني هتساوي. سبعة واربعين وتسعة في متين على واحد بيساوي تسعة تلاف خمسمية وتمانين. كيلوجول. وتجمع دي مع دي. ادك المحصلة بتاعتك بار بعتاشر الف خمسمية وخمسين. وصلت الرسالة? في بقى حاجة عاوز اقول لك عليها مهمة جدا تخلي بالك منها. ايه هي? لو سمحت لما تيجي يعني مثلا في كزا سؤال كده عاوز الفي تنظرك ليهم بالنسبة للدلتا اتش والكيو. لازم عينك عينك على الوحدة القياس. خلي بالك. عينك على وحدة القياس. مسلا السؤال زي ده مسلا? ده كيلوجول لكل وانت بقى ده دلتا اتش. تمام? بص كده اتش هو. كيلوجول لكل مول. انا مش فاهم عصدك ايه? طب تعال بص المسال ده. زي ده مسلا. الدلتا اتش هنا بيموجة بستة وستين كيلوجول. دي مش دلتا اتش لو سمحت. دي معناها ان القيو بتاعت الدلتا اتش بسالب بستة وستين. يبقى الدلتا اتش كمتها سالبة. يبقى التفاع ينحنا عارفين لما تبقى سالب بيبقى ناحنا عارفين لما تبقى سالب يبقى في القيوب الموجة بيبقى روح ان بص على الكيلو جول سجل المنحوظة دي سجل لما شوفت هروح ابص على وحدة القياس لقيتها كيلو جول يبقى دي بتاعت كمية الحرارة لقيتها لكل مل يبقى دي بتاعة اللي اتغار في المحتوى الحراري. وصلت بالضبط زي السؤال اللي احنا لسه حالينه دا. هنا لكل جرام. اعتبرت السالب ده دي بقى كيلو جول لكل جرام دلتا اتشي خدتها حاولتها بالمجباة الكيوب نحل النموذج البوكلت رقم اربعة كيميا والصف الاول كشكول الملاحظات ورقة وقلم ونبدأ نتوكل على الله ما تنساش تعمل كومنت بتم او تمام نبدأ بالسؤال رقم واحد بيقول لك كمية الحرارة التي مقدارها اتنين كالوري تعادل لا كيلو جول عاوزك وانت شغال معايا تجيب وانت وفي الورقة والقلم وتكتب المخطط ده قدامك لما حب احاول من الجول الكالوري بقسم على اربعة وتمنتاشر من الكالوري لجول بضرب اربعة وتمنتاشر من جول لكيلو جول بقسم على الف ومن كيلو جول لجول بضرب في الف السؤال هو بكل بساطة مديلك اتنين كالوري هيساوي كم جول فقم اتنين في اربعة وتمنتاشر هيديني الجول طب ده كده كل ده جول عاوز احاوله الكيلو جول اقسم على الف والرقم اتنين فاربعة وطمنتاشر واقسم على ايه? على الف. لما تعمل ده كله على الالة يقوم ادي لك الناتج تمانية وستة وتلاتين من مية في عشرة قص سالب تلاتة. السؤال رقم اتنين. باب خامس نخش على السؤال رقم تلاتة. تستغل الخلايا النباتية الطاقة الضوئية في القيام بعملية البناء الضوي. طبعا عملية البناء الضوي بيكون بها النبات اثناء دوء الشمس وساني اكسيد الكربون بيكون بها عملية البناء الضوي عشان يحصل على ينتج اكسوجين والنشاة بتاعه الغذاء بتاعه. اي من ميات يعبر عن عملية البناء الضوي. يطار التفاعل بتاع عملية البناء الضوي ده تفاعل طارد ولا مص للحرارة. لسه يلك ان بيحصل امتصاص للطاقة الشمسية علشان تتحول لطاقة في النبات ويحولها يبقى من الطاقة الشمسية الى الطاقة الكيميائية. يبقى اولا ده تفاعل مص يبقى هستبعد جيم ويدال لانه مطارد. يبقى عندي مص يا مص. طب يا ترى بقى لان الطاقة المنطلقة وبما ان احنا حددنا الاجابة مص تعالى بقى افكرك بالملاحظات بتاعتنا اللي قلت لك عليها ودايما بنحلي بيها في كل فيديوهاتنا. التفاعل المص الدلتا اتش موجبة. والدلتا اتش نواتج اعلى من دلتا اتش متفاعلات. لو هتكلمك على طاقة الكسر طاقة الربطة يبقى طاقة الكسر اعلى من طاقة التكوين. او بطريقة تاني طاقة الكسر في المتفاعلات لان المتفاعلات هي اللي بتتكسر. وهنا طاقة التكوين لان النواتج هي اللي بتتكون. يبقى المتفاعلات طاقتها اعلى من طاقة التكوين من حيث الروابط. انما من حيث الانصال بقى التغير في المحتوى الحراري فالنواتج اعلى من المتفاعلات. يبقى هنا الاجابة وبكل بساطة بيقول لك لان الطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط احنا قلنا عند تكوين الروابط بتبقى اقل من الكسر يعني الكسر اعلى يعني الاجابة بتاعتنا هتكون اقل من سؤال رقم اربعة خمسة نخش على سؤال رقم خمسة اربعة باب خامس يتفاعل غز اول اكسيد الكربون من الميسانون لتكوين حمد الاساتيك. طبعا للتفاعل الاتي نا قيمة الدلتا اتش. اروح ابص على الجودة اللي هو مدهولي. يا طرى هنا مديني طاقت رابطة ولا مديني دلتا اتش مدينك الدلتا اتش. لو مستر دداني قوة الرابطة هعمل ايه هتكتب القانون دلتا اتش بيساوي المتفاعلات زيدي النواتج وهتعوض بقيمة النواتج بالسالم. انما لو ما جابش قوة الرابطة هتقوله ان الدلتا اتش بيساوي النو نواتج ناكس المتفاعلات. وده اللي احنا هنعمله دلوقتي ان انا هقوله نواتج ناكس المتفاعلات. انت النواتج اتش بتساوي. النواتج ناكس المتفاعلات, النواتج عندك اللي هو حمض الاسيتيك بسالب تمنمية اربعة وسبعين يبقى هكتب هنا سالب تمنمية اربعة وسبعين واحد من عشرة ناقص تاعت القانون وخش على المتفاعلات يا متفاعلات انت عندك اول اكسيد الكربون بيكان بسالب ميتين تلاتة وتمانين زائد آآ الميسنول بسالب سبعمية ستة وعشرين يبقى زائد سالب سبعمية ستة وعشرين لما تيجي تحسب كل ده على الالة هيدي لك مية اربعة وثلاثين سؤال رقم ستة ده باب خامس وسبعة باب خامس نقل بالصفحة سؤال رقم تمانية يعبر عن تفاعل احتراك الهكسان بالمعادلة بالمعادلة الحرارية التالية ما قيمة الدلت اتش للتفاعل الاتي بفرض حدوثه بيدي لك اتناشر ساني اكسيد كربون مع اربعتاشر مية اتنين سي اه اتنين هيكسان مع تسعتاشر اكسوجين صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام لو انت ركزت شوية صغيرين اللي انت لاحزته ان انت ستة اتش اربعتاشر اهي التسعتاشر على الاتنين اكسوجين بقى التسعتاشر اكسوجين اهي الستة ثاني اكسيد الكربون بقت اتناشر ثاني اكسيد كربون هنا والسبعة مية بقت اربعتاشر مية يعني مش اقدر اقول ان انت عكست المعادلتين حصل يبقى لما تعكس المعادلتين يبقى السالب اربعتلاف مية تمانية وخمسين تبقى موجب اربعتلاف مية تمانية وخمسين ولكن يا مستر هنا سي ستة هنا اتنين سي ستة يبقى اكيد يا مستر ان هو شقل بالمعادلة وضرب في كام في اتنين صح الكلام طب ما تضرب ده في اتنين الناتج الدل تا اتش تضربه في اتنين يدي لك الناتج بتاعك اربعتلاف مية تمانية وخمسين في اتنين يدي لك الاجابة تمان تلاف تلتمية وستاشر تسعة باب خامس عشرة الكوب الممتلئ بالماء قد يمثل نظام مفتوح ايه المشكلة كوب كباية استنتج رمز نظير باب خامس ما التفسير العلمي يالله اللي يكون قيمة سؤال رقم اتناشر قيمة الدل تا اتش للعملية التالية باشارة موجبة يعني ايه تفسيرك ان هنا الدل تا اتش اشارة موجبة ايه السبب هتقوله اول حاجة لاني التلج هنا هنا المية تلج لان هي صلبة وهنا المية سائل ومعنى منه من تلج السائل يبقى عملية ايه انسهار طب هو الانسهار ده مش يعني ارتفاع في درجة الحرارة تمام ومعنى ان ارتفاع في درجة الحرارة يبقى التفاعل ده ماص للحرارة حصل وطالما ماص للحرارة يبقى الدل تا اتش مالها موجبة وطالما ماصي يبقى يلزم امتصاص تاق احسب قيمة الحرارة النوعية للماء بوحدة الجول على كيلو جرام في سليزيس يبدأ لو شلتك كيلو جرام يبقى حط واحد على الف لانه جرام بيسوي واحد على الف كيلو يبقى اربعة على تمانتاشر على واحد على الف هيديلك اربعة تلاف مية وتمانين جول على كيلو جرام في سليزيس سؤال رقم اربعتاشر باب خامس السؤال رقم خمستاشر سؤال جميل اذا علمت انه يلزم لتحويل واحد مول من ماء سائل درجة حرارته مية مية درجة موية الى بخار الماء كمية من الطاقة مقدارها اربعة وخمسين احسب محصلة الطاقة اللازمة لتحويل مية جرام من الماء السائل عنده عشرين درجة سليزيس الى بخار ماء عنده مية درجة سليزيس ومديك الكتلة المولية للمية بطمنتاشر جرام لكل مول ادي الورقة بتاعتنا ونفهم كده السؤال عاوز ايه وبالراحة لغاية ما نصبت السؤال ده لانه عاوز تفكير طريقة بسيطة هو عاوز قالك ايه احسب محصلة الطاقة اللازمة لتحويل مية جرام من الماء من السائل عنده عشرين لبخار ماء عنده مية السؤال ده طالما قالك محصلة يبقى عاوز محصلة الطاقة يبقى عندك كيو وكيو هاخد مجموعهم هما اللي اتنين طب ايه اللي اتنين الكيو دي هجيبهم منين اقولك انا ممكن اقسم لك الورقة دي كده نصيه الكيو الاولانية بتتكلم على ان انت اول حاجة بقولك واحد مول من مية اه يلزم يعني كمية الطاقة او كمية من الطاقة اللي هي كيو كمية من الطاقة اللي حولت واحد مول من المية ليه من سائل لبخار كانت كمية الطاقة دي اربعة وخمسين اربعة وخمسين ممكن تقولي طب لو مية جرام هيبقوا قدي ايه اقول له تمام كده فهمتك اقول تاني واحد مول من المية اتحول من مية لبخار في كمية حرارة اربعة وخمسين طب ممكن لما يبقوا مية جرام يبقوا هتحتاج كمية حرارة قدي ايه يعني لما كان هنا اجا اقول لك اهو ودي كمية الحرارة لما كانت المية واحد مول بص كده واحد مول يعني الواحد مول بكم جرام بلاش لما عاوز انا المية جرام اهو لما يبقوا مية جرام الكيوب بتاعتها بكم حلو الكلام يبقى الكلام هنا على جرامات ينفع اكتب واحد مول تحت الجرام لأ يبقى حول المول لجرام ازاي ما انت خدت قانون هعمله لك بشكل صغير ان عدد الملابسة والكتلة بالجرام على الكتلة المولية طب ما انت عندك الكتلة عندك عدد الملاب بواحد والكتلة المولية بتمامتاشر بتاعت المية يبقى لما كان تمنتاشر اللي هو ده يعني بمثابة واحد مول او جرام لكل مول اداني كمية من الحرارة مقدرها اربعة وخمسين يبقى لما يبقى مية جرام هيديني قدي ايه اروح اجيب كمية الحرارة دي هتساوي تلتمية تلتمية كيلو جول طيب تعالا في كمية الحرارة التانية اللي انت عاوزها كده انت خلاص عرفت كمية الحرارة اللي هتحول مية جرام اه طب ممكن بعد اذنك تجيب لكمية الحرارة اللي هتحول المية جرام من عشرين لمية اه يبقى انا كده حددت لك درجة من كزا لكزا انت جبت كمية الحرارة اللازمة لتحول مية جرام مية لسائل اللي هو من سائل لبخار بس طب ممكن بقى تحول لي المية جرام دول من درجة حرارة عشرين لمية لو سمحت فتقول له انا كمية الحرارة هجيبها لك من المسلس ده اللي بيقول لك ان الكيو بتساوي مي سي دلتا تي الكيو دي اللي انا عاوزها الام ميت جرام الحرارة النوعية للمية باربعة وطمانتاشر الدلتا تي تي تو ماينس تي وان مية ناقص عشرين بتمانين اضرب ده في ده في ده يدي لك تلاتة وتلاتين الف ربعمية واربعين جول طب انا عاوزها الكيلو جول علشان زي دي كيلو جول فاقسم على الف يديني تلاتة وتلاتين واربعة واربعين كيلو جول ادي كمية حرارة وادي كمان كمية الحرارة اجمعهم اللي اتنين مع بعض يدي لك الناتج في الاخر تلتمية تلاتة وتلاتين تلتمية تلاتة وتلاتين واربعة واربعين من مية كيلو جول ده الناتج النهائي طبعا مستر معلش تب ما هو مديني يا مستر كيلو جول لكل مول يعني دي دلتا اتش. اقول لك تب بصي بقى معي. هو قالك كمية الحرارة يعني كيو صح? وميدي لك وحدة القياس بالكيلو جول لكل مول ده بس علشان اكبرك وميديك واحد مول هنا. بس هي دي الفكرة. انما دي هاعتبارها اه اربعة وكمسين كيلو جول لكل واحد مول. انما مش دلتا اتش لانو هو ملكش التغير. هي كمية من الطاقة. فهتعمل على انها كمية من الطاقة. وصلت الرسالة كمية الحرارة اللي جبتاها دي بتاعة تحويل مية جرام من مية لغاز. هنا كمية الحرارة اللي جبتا هنا كمية تحويل المية جرام من عشرين لمية درجة مقاوية. ان شاء الله الحل النموذج البوكلت رقم خمسة. كمية للصف الاول السنوي. كشكولك وراء وقلم. كشكول الملاحظات طبعا. ونبدأ بسم الله. ما تنساش تام الكومنت تم او تمام. بسم الله بالسؤال رقم واحد. تعتبر البيضة مثلا للنظام نقطة المغلق المفتوح المعزول. البيضة تعتبر نظام مغلق. ليه ليه نظام مغلق؟. اولا انت لما بتيجي تسوي البيضة على النار. البيضة هي بتحتاج بتحس بدرجة الحرارة اللي انت بتدهالها. ولكن المادة زي ما هي جوه ما تحركتش. السؤال رقم اتنين. بيقولك لماذا يستخدم المادة الماء كمادة مبردة في محركات السيارات؟. اكيد لانها قوة تحملها جديدة. فبالتالي بتعمل على امتصاص كمية جبيرة من الحرارة. وطالما جبنا سيرة قوة التحمل يبقى ارتفاع حرارتها الايه النوعي. اي من هذه الازواج ده باب خامس. رقم اربعة باب خامس. سؤال رقم خمسة باب رابع. من مخطط الطاقة المقابل ما قيمة التغاير في المحتوى الحراري للتفاعل الحادث. والله التغاير في المحتوى الحراري بيساور متفاعلات ناقص النواتج. النواتج قصد ناقص المتفاعلات زي ما اخدناه هنا. النواتج ناقص المتفاعلات. طب روح ابص كده على النواتج اشوف هاي. امسك الحتة دي وعد اناقط لغاية ما اشوف اوسادها كام. اهو. اوسادها من خمسين نص الخمسين والمية. يبه هنا طالما انت بتطلع بخمسين يبه دي خمسة وسبعين. طيب ودي المتفاعلات اخرها فين اهو. اللي هو ده بمية وخمسين. فهم اقول له خمسة وسبعين ناقص مية وخمسين بتساوي سالب خمسة وسبعين. سؤال رقم ستة. على الاصل دور على طول انت بتشوف السؤال تعرفه ده قانون هس. هو مديلك على الاصل معادلة على الاصل لدور عليها. وعاوز احسب لها ومديك معادلتين. على طول تنقل المعادلات وتشوفها تعمل ايه? ادي المعادلات هاي قدامكم انا عاوز بقى اشتغل واشوف هنيوصل لايه. دلوقتي انت عندك الاس او تو في النواتج هنا في الاصل. موجودة هنا في الايه? في المتفاعلات. يبقى انا محتاج ان انا اشقلب. يبقى هنا هعمل ايه? شقلبة? شقلب المعادلة التانية. طيب. والاس والاو تو موجودين عندي اهو. ولكن هنا واحد ونص فانا عاوز اتخلص من ده. فاروح اضرب في جام في اتنين عشان اتخلص من الكسر. يبقى هضرب هنا في اتنين. وهضرب كمان تحت في اتنين. وتعالى نشوف هنعمل ايه? لما تيجي تضرب دي هتلاقي اتنين اس زائد تلاتة اوتو لين اتنين في نص بتلاتة اوتو. سهم اتنين اس او او سري. اتنين في سالب تلتمية خمسة وتسعين بسالب سبعمية وتسعين. طيب المعادلة التانية هشقلبها واضرب في اتنين. هشقلب اجيب ده هنا يبقى اتنين اس او سري. نعليش دي سري. عشان انا ضربت ليه تحت في اتنين برضو. علشان لما يبقى اتنين اس اسري محتاجة اتنين اس اسري عشان تتر مع بعض. سهم اتنين اس او تو زائد او تو وهنا سالب تمانية وتسعين. بما ان شقلبتها يبقى بموجة بتمانية وتسعين وضربت في اتنين يبقى مية ستة وتسعين. اروح اطير دي مع دي. وطير اوهاية مع اوهاية يبقى لتنين او تو يبقى في الاخير اتنين اس زائد اتنين او تو سهم اتنين اس او تو واجمع سالب سبعمية وتسعين زائد مية ستة وتسعين يدي لك سالب خمسمية اربعة وتسعين. فاروح ابص على الاصل بتاعي ملاقيش في المعامل اتنين 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 اتنين. فقوم اقسم على كام على اتنين. اقسم على الاتنين. واقسم على الاتنين. واقسم على الاتنين. واقسم على الاتنين. سالب خمسمية وتسعين. على الاتنين بسالب ميتين سبعة وتسعين. ودي الاجابة اهي. سبعة وتمانية في باب خامس. نخش على السؤال رقم تسعة. السؤال رقم تسعة. ينحل الغاز خامس كولوريد الفسفور بالحرارة الى غاز سالس كولوريد الفسفور وغاز الكلور. ما مقدار التغير في المحتوى الحراري لهذا التفاعل. ومدي لك متوسط طاقة الربطة. طالما الكلام على طاقة ربطة. يبقى انا هستخدم القانون اللي بيقول ان الديلتا اتش بيساوي المتفاعلات زائد الايه النواتف. طيب. ينحل خامس كولوريد الفسفور يبقى انا محتاج اكتب المعادلة. خامس كولوريد الفسفور. خامس كولوريد الفسفور اللي هو بي سي ال فايف. خامس كولوريد الفسفور. ينحل يعني بتفكك بالحرارة يعني اعمل سه مسلس. الى غاز سالس كولوريد الفسفور يعني بي سي ال سري السلاسة. سالس كولوريد الفسفور زائد آآ غاز الكلور سي ال كام تو. اوزن المعادلة ادي هنا خمسة واني خمسة ودي واحدة ودي واحدة المعادلة موزونة. يبقى اروح اشتغل بالنوا اللي هو المتفاعلات زائد النواتج تقوم تجمع المتفاعلات عندك بكامل متفاعلات بي سي ال فايف ترسمها تحط البي في النص والسي اللي خمسة يعني خمسة خمس روابط ودي سي ال 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 بقى عندك شكل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عندك ستة اشكال من النوع بي سي ال زائد بتاعت القانون وروح اخش على على النوااتج الاقي بي سي ال سري فحط البي اهي وتلات روابط سي ال ودي سي ال ودي سي ال يبقى عند تلات اشكال من النوع ثلاثة اشكال من النوع بي سي ال وي سي ال تو يعني سي ال سي ال يبقى عندي شكل واحد من السي ال سي ال يبقى هقول له زائد واحد في الشكل سي ال ايه سي ال اسمع مني وهتكتب ده وراية ايه هو ستة في تلتمية وتلاتين زائد تفتح كوز تلاتة في سالب تلتمية وتلاتين اللي نعوض في النواتج بالسالب زائد واحد في سي ال سي ال بيمتين واربعين يبقى سالب ميتين واربعين كل ده على الاهلة هيدي لك الناتج ربعمية وعشرين سؤال رقم عشر يتفاعل غاز الناتروجين مع غاز الاكسوجين تبعا للمعادلة الاتاية ما مجدار التغير في الان صالبي عند خلص اتنين مول من الناتروجين مع اتنين مول من الاكسوجين السؤال ده اتكرر قبل كده والحمد لله ان هو جاء عشان عاوز اقولي الفكرة تاني لما يقول لك خلط عدد مولات من العناصر او اللي هو مدهالك خلطي كزا مع كزا لازم ده تفكرك بالعامل المحدد للتفاعل طب وانا اعرف ازاي العامل المحدد للتفاعل بتقسم عدد المولات على المعامل يعني ايه الناتروجين ده عدد مولاته كام باثنين يبقى الناتروجين هو عاوز اروح اشوفه عامل محدد ولا لا العامل المحدد يعني هو اللي هيخلص الاول يعني اقل عدد مولات هنا اتنين مول من ناتروجين? المعامل بتاع الناتروجين بكام? بواحد يبقى اتنين على واحد فيها الاتنين. طيب والاكسوجين كم مول عندك هضيف اتنين والمعامل اتنين? يبقى الاكسوجين بيساوي اتنين على الاتنين فيها الواحد. يبقى مين اللي اقل هنا? الاكسوجين. يبقى ده العامل المحدد لمين? للتفاعل. وعدد مولاته بكام بواحد. طب الواحد كم مديني كام موجة بستة وستين? يبقى الاجابة تفضل موجة بستة وستين كيلوجول. لان هو كل ده اتنين ديف وما تضيفش ده عاوز يعرف انت فاهم ان عامل المحدد ان ده اللي مخلص الاول يعبقى يبقى الاكسوجين ابو اتنين مول في جنبه هو اللي حدد للتفاعل بستة وستين كيلو جولة دلت ايش بتاعه. سؤال رقم حداشر باب خامس اتناشر سؤال جميل جدا بروح اشوف العدد الاقل من الزرات يعني ده هقول عليه المزاب وده هقول عليه المزيب ده بيتفك وده بيتفك وده بيكم بيعمل تكوين. ما لازي اعبر عنه الحرفين اي وبي ايه مزيب بي مزاب. هل قيمة دلتا اتش سري تكون مسبوقة باشارة سالبة ام باشارة موجبة? هشوف فين الدلتا اتش سري. الدلتا اتش سري دي تعتبر عملية تكوين. يعني تعتبر عملية ربط. وانا عارف فين الربط لو شفت كلمة ربطي او تكوين هقول دلتا اتش طارد بالسالب. يبقى سالبة. هتقول له ليه? هتقول له هنا سالبة. اولا لان دي عملية طاردة للحرارة. فبالتالي بيه بيتم انطلاق طاقة نتيجة ارتباط جزائيات المزاب مع المزيب. نقل بالصفحة وصلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. السؤال رقم اربعتاشر. السؤال رقم اربعتاشر برضو من الافكار اللي بيتعمل لنا مراجعة على المنهج. اه بفكرك رتب مركبات حسب درجة السبات. ان كل ما السالب بيبقى رقمه كبير يبقى اقصر ايه سباتا. اشوف من هنا اكبر سالب تلتمية تلات تلف تلف ربعمية واربعين. وهنا سالب الف متين وهنا سالب بيبقى ده اول واحد مستقر اقصر استقرارا اقصر سباتا. ثم ده اقصر سباتا. ثم الكولوريد الالمونيوم اقصر ايه سباتا. السؤال الاخير في الامتحان ده ده خمستاشر وستاشر باب خامس. السؤال رقم سبعتاشر. عند تسخيم خمسين جرام من النحاس حرارته نوعية تنين واربعين من مية جول على جرام في سليزيس. ارتفعت درجة حرارته بمقدار عشرة درجة سليزيس. ما مقدار الارتفاع في درجة حرارة عشرة جرام من الماء. عند امداده بنفس القدر من كمية الحرارة التي امدى بها الايه النحاس. مقدار الارتفاع في درجة الحرارة ده يعتبر بالنسبة للدلتا تي. كلام جميل? طيب. طب وانا عندي الدلتا تي دي بتتجاب ازاي? والله مستر بتتجاب ما فيش غير القانون اللي بيقول لي ان الكيوب تساوي مي سي دلتا تي. كلام جميل? طب انا عاوز دلوقتي المي للمية يبقى الحرارة النوعية للمية هنا باربعة وتمامتاشر. وعشرة جرام مية يبحط هنا عشرة. الدلتا تي دي اللي انا عاوزها. طب كمية الحرارة بتاعت المية بكام? انا قلت لك. ان كمية الحرارة اللي هتسخن النحاس المية هتاخدها. يبقى كمية الحرارة المفقودة من النحاس هتاخدها المية. يبقى روح اجيب كمية الحرارة بتاعت مين? بتاعت النحاس. الكيوب بتساوي مي سي دلتا تي. الكيوب هجيبها بتاعت النحاس. الام بتاعت النحاس بخمسين. الحرارة النوعية للنحاس بـ 42 من ألف 42 من مية الدلتة تي بتاعت النحاس بـ 10 يوم ما تضرب ده في ده يدي لك كمية الحرارة للنحاس بـ 210 جول أروح أعوب بيها هنا أصبح الـ 210 على 10 فـ 4 و 18 بتساوي 5 درجة سليزيس نبدأ بسم الله السؤال الأول تغير في المحتوى الحراري يمكن قياسه باستخدام قانون هس ولا المسعر الحراري ولا قانون هس ومسعر الحراري ولا التلمومتر التلمومتر ده بيقيس درجة الحرارة المسعر الحراري كان بيقيس التغير في درجة الحرارة قانون هس بيقيس التغير في المحتوى الحراري اللي هو الدلتة H ولكن هنا أنا قانون هس هختار قانون هس ومسعر الحراري لان قانون هس يستخدم في قياس المحتوى الحراري نظريا يعني على برا وقلم لانه ما ينفعش ان احنا نقدر مش هنقدر نقيسه عمليا والمساعر الحراري بيقيس برضو التغير في المحتوى الحراري بيساعد في قياس المحتوى التغير في المحتوى الحراري ولكن عمليا يبقى قانون هس عمليا نظريا ومساعر الحراري عمليا السؤال رقم اثنين أي من الاختيارات الآتية تعبر عن النظام الموضح بالشكل المقابل هو شكله باين أنه نظام معزول أو بمحاط ودي مغلق إلا الإكس فراغ وهكذا رقم 5 يحترق كل من الميسانول والأكتان تبعا للمعادلتين التاليتين ومديك معادلتين في إذا كانت الكتلة الملالة للميسانول ب32 والأكتان ب114 أي من العبارات الآتية أكثر صوابا أنا همسك كده واحدة واحدة ونشوف الغلط فين ينتج أي من العبارات الآتية أكثر صوابا أكثر دقيا أكثر صح ينتج على الاحتراق واحد جراب من الأكتان كمية من الحرارة مقدرها 96 طيب الأكتان ده هو C8H18 C8H18 كان مطلع كمية حرارة قد إيه C8H18 كان عندي اتنين مول اتنين مول المول الواحد بمية واربعتاشر يبقى هقول له اتنين في مية واربعتاشر عشان أحول الكلام ده كله لجرامات لأنه هو بيقول لي احسب واحد جرام من أكتان ده الداني قد إيه كمية حرارة؟ هنا الدل تقتش من الداني سالب قداني سالب مية وتسعة سالب عشر تلاف وتسعمية هتتحول للموجب يبقى موجب عشر تلاف وتسعمية لأن الدل تقتش عكس الكيوب طب لما يبقى واحد جرام هيبقى قد إيه؟ لما تيجي تحسب دي هتلاقيها أن الكمية الحرارة اللي بالاحتراق واحد جرام هتساوي سبعة واربعين سبعة واربعين وتمانية من عشر فطبعا مش ده الناتج اللي مده لك يبقى الإجابة دي خاطئة يبقى على السبع التألف وهستبعد كمان ده لأن كمية الحرارة الناتجة عن احتراق الميسانول لا تتأثر بكمية الأكسجين المتاحة طبعا دي تتأثر إزاي ما أقول إنها ما بتتأثرش نمسك بي ينتج عن احتراق واحد جرام من الميسانول واحد جرام من الميسانول هيبقى دي يبقى لما كان الميسانول هيتش سري واتش لما كان اتنين أضربها في الكتلة المولية يعني اتنين في اتنين وثلاثين اداني كمية حرارة مقدارها الف ربعمية وخمسين بالموجب ليه بالموجب عشان احنا قلنا الدلت اتش عكس الكيو طب لما يبقى بواحد جرام هيبقى بكام وحكسب الاكس دي هتطلع معاك باثنين وعشرين وستة من عشر اهو ده اللي مدهو لك يبقى هي دي الإجابة الصحيحة السؤال رقم ستة المعادلة الحرارية التالية تعبر عن تفاعل تفاكك المياه خلي بالك من كلمة تفاكك المياه هروح ابص على الدلت اتش لقاها موجبه يبقى إزا التفاعل ماص لما قال تفاكك المياه يبقى تفاكك المياه تفاعل ماص لان قال الدلت اتش بالموجب طيب بيقول لي منه يتضح ان عملية تكوين الماء يبقى انا كده عكست اتجاه التفاعل يبقى كنت في الوانا ماشي مين فكيته طب لما جا كوينه همشي شمال يبقى الدلت اتش هتعكس الإشارة بدلا ما كانت موجب تبقى سالب وطالما الدلت اتش بقت سالب يبقى التفاعل ده طارد الحرارة لما تروح تبصت على قيمة الدلت اتش هتليها خمسمية واحد وسبعين وتمانية من عشر لما كان كان مول من المية اتنين مول من المية طب هو بيقولك في حالتها القياسية في السؤال طالما حالتها القياسية بدي معناها واحد مول يبقى لما كان اتنين مول كان مديني خمسمية واحد وسبعين طالما يبقى لما يبقى واحد مول يبقى ميتين خمسة وتمانين وتسعة من عشر سؤال رقم تسعة اي من مخططات الطاقة الاتية تعبر عن تفاعل انحلال حراري يبقى طالما عن حلال حراري يبقى تفاعل ماص للحرارة لانه بيه تكسر بالحرارة يبقى طالما بيتكسر بالحرارة ماص يبقى هروح استبعد اي حاجة بتنزل تحت عالسلم لان ده طارت يبقى قدامي دي دي طب مين اقصر وقت مين اقصر من مسافة اللي هي الاجابة بي السؤال رقم 11 احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1500 جرام من الزيت قبل استخدامه في قلي البطاطس من 20 ل180 درجة مقوية علما بان الحرارة النوعية للزيت المستخدم ب1970 طالما هو انت عاوز كمية الحرارة ومدك حرارة نوعية مقدمكش غير القانون اللي بيقولك ان الكيو بتساوي mc delta t عندك الكيو دي انا اللي عاوزها عندك delta t ب180-20 يبقى 160 عندك الحرارة النوعية مدها لك ب1970 مديلك الكتلة بالجرام هحولها الكيلو عشان هو مديلك اخليها زي ما هي جرام لان انا خدت بالي ان كيلو جول مش كيلو جرام هحط هنا 1500 فهحسب 160 في 1970 في 1500 هيديني يبقى هروح اعرفه بطريقة معينة اقوله والله انها كمية الحرارة الممتصة عند زوابان زوابان واحد مول من يوديد الفضة في كمية من الموزيب بتساوي اربعة وتمانين واربعة من عشرة كيلو جول يعني انا بجيبها من التعريف يا جيبها بجيبها من فهمي هو كمية الحرارة الممتصة لانه ماص عند زوابان واحد مول من يوديد الفضة في واحد طالما زوابان يبقى اكيد في لتر من المحلول بتساوي اربعة وتمانين كيلو جول من غير لكل مو عشان انت كتبت كمية الحرارة في الاول سؤال رقم 16 قانون هس احسب حرارة الاحتراق واحد مول من غاز الميسان بمعلومية العمليات الموضحة اه ميديك الميسان ميدي لك اربع معدلات وانت هتعب بقى تشكل لغاية ما نوصل على الاصل دور بكل بساطة هروح ابص على سانيوكسيد الكربون موجود في المتفاعل موجود في النواتج هروح ابص هنا في النواتج مش هلاقيه غير في المعدل رقم اربعة في المتفاعلات يبقى هكتب هنا هشقلب يبقى هنا شقلب دي واحد 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 انا المية اتنين اتشي تو او اروح ادور هنا في النواتج اروح ادور هنا مليهاش غير انها موجودة في رقم تلاتة فهكتب برضو شقلب هروح ابص على الميسان موجودة هو زي ما هو واللي اتنين اكسوجين هروح هلاقيها هنا بواحدة اكسوجين يبقى هقوله في المعدل رقم اتنين هضربها في اتنين هروح هنفذ الكلام اللي انا قلته رقم معدل رقم واحد هتنزل زي ما هي باشا تديني كربون زائد اربعة هيدروجين والدلتة H بقى 1663. المعادلة التانية اضربها في اتنين يبقى 2O2 وهنا اربعة O وده الكلام ده في اتنين بيساوي 996 هنا المية هشاقلب يبقى هشاقلب المية يبقى H2H2 زائد اتنين H سوري زائد O يديني H2O وغير الاشارة بدل موجب تسعمائة سبعة وعشرين يبقى سالب تسعمائة سبعة وعشرين المعادلة الرابعة ساني اكسيد الكربون هشاقلبها يبقى حت الكربون زائد الاتنين O هيديني ساني اكسيد الكربون وغير الاشارة يبقى سالب الف ستة مية وتمانية هروه هعمل كده وطير عشان اتكون المجموعة بتاعتي هنا هضيع ساني هضيع الاربعة H بص كده هبدأ اطير هعمل دوائر على اللي انا عاوزهم انا عاوز ده وعاوز اتنين اكسوجين عاوز اتنين اكسوجين وعاوز اتنين مية بص عاوز اتنين مية اتنين مية وانا عندي مية بها اضرب المعادلة دي كمان في اتنين يبقى هروح اضرب دي في اتنين يبقى دي اربعة واضرب دي في اتنين او واضرب دي في اتنين تبقى دي تنين واضرب الرقم سالب تسعمية سبعة وعشرين في اتنين يديني سالب الف تمنمية اربعة وخمسين. طيب الساني اكسيد الكربون ده اللي انا كمان عاوزه. تعال اما نشوف هنطير الباقي ازاي? عندك اربعة هيدروجين هضع مع الاربعة هيدروجين. اربعة اكسوجين هضع مع الاربع اكسوجين. الكربونة هتطير مع الكربونة. ونجمع الباقي اللي هو هيتبقلنا في الاخر اللي هو بسم الله. زائد اه اتنين اوتو ساهم اتنين اتشي تو زائد سي اوتو. هجمع الكلام ده كله على الالة هيديني سالب تمنمية وكام وتلاتة. سالب تمنمية وتلاتة كيلو جول على مول. السؤال رقم سبعتاشر. الشكل المقابل يعبر عن عملية تسخين خمسمية جرام من المية بالطاقة الحرارية الناتجة من احتراك زيت الزيتون. مستعينا بالمعلومات الاتية احسب درجة الحرارة النهائية للماء. يعني هو عاوز تي تو. صحي الكلام? بعد الاحتراك التام لكمية من زيت الزيتون مقدارها تنين وسبعة وتسعين من مية جرام. السؤال ده احنا حلناه قبل كده صفحة خمسة وعشرين في كتاب اللي امتحان كان السؤال بالنص وحلته قبل كده فيديو قبل كده. عاوزك تتركز والسؤال ده مهم جدا. انا هبسطه لك بطريقة بسيطة جدا جدا بس تكتب ورايا. وان شاء الله تفهم السؤال ده. وفي حسن الختام يا رب تكون استفدت حاجة. ما تنساش تعمل شيء لزمالك عشان يستفاده. وان شاء الله مكملين. ما تنساش تعمل تم في الكومنت علشان يجيلك النموذج البوكلت رقم سبعة ان شاء الله. بإذن الله مكملين ورا بعد مش عاوزين نتأخر عليك. اشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله. هلا بس هي السؤال اهو. تعال بقى اوريك الزابة تتحلق طريقتنا. شكل المقابل يعبر عن عملية تسخين 500 جرام من المية. بالطاقة الحرارية الناتجة من احتراق زيت الزيتون. مستعينا بالجدول التالي درجة حرارة الماء الابتدائية دلتا اتش الزيت كمية الحرارة المفقودة. احسب درجة الحرارة النهائية للماء بعد الاحتراق التام لتنين وتسعة من عشرة من زيت الزيتون. بصي بقى معايا كده. تعمل ايه بقى? انت الكلام على مين? الكلام على زيت والكلام على مين? على مية. صحي الكلام? يلا. هعمل كده. هكتب هنا زيت. هكتب هنا مية. وهكتب هنا زيت. واحدة واحدة هون. هو مديك ايه في المية؟ مديك في مسألة 500 جرام مية. يبقى مديك الكتلة. بتاعة المية بخمسمية. تمام? وبيقولك ان الحرارة الماء الابتدائية يعني T1 بتساوي واحد وعشرين درجة سليزية. اه اه انا بكتب لك المسألة بس ابتراها بقى تانية كده. ومديك في الزيت الدلتا اتش بتاعتها. بتساوي سالب واحد واربعين كيلو جول. بس 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 بس. على الجرام. كيلو جول على جرام. خلي بالك من كلمة جرام دي. طيب. لا مديني. ويقولك كمان مديك كتلة الزيت. الكتلة يعني ام. الام بتاعتها باتنين على ما تسعة سبعة من عشرة جرام. هلو الكلام? طب ايه اللي انت عاوزه من المية? قالك انا عاوز T2. عاوز درجة الحرارة النهائية. يبقى هعمل كده على متستفان. هلو الكلام? اهو. ده كل في المسألة. طبعا انت عارف ان المية معاك الحرارة النوعية مش لازم ان هو يقولها لك. بتاعة المية بساوي اربعة وطمنتاشر جول. طب ليه ما عودتش هنا بواحدة مستر? زي ما عودت في المسألة اللي قبل كده. لان هو اصلا المسألة جيب لك جول وبيشتغل على جول. يبقى جلتله الجول اللي اربعة وطمنتاشر. جاب لك سعر. يبقى هروح اعواب واحد. طيب. انت دلوقتي تسيبك بقى من المسألة بقى والكلام ده كله? انا دلوقتي عاك الام معاك الكتلة. ومعاك الحرارة النوعية. وعاوز تيتو. هي تيتو دي تقدر تجيبها اصلا من غير ما تجيب. الدلتا تي. صح ولا لأ انا باخده بادي معاك اهو. يبقى انت محتاج مين? الدلتا تي. صح? طب مش الدلتا تي دي بتيجي من قانون اللي هو الاولاني بتاع الحرارة النوعية الكيوب تساوي م في سي في دلتا تي. كلام جميلة مستر ومعاك لغاية دلوقتي. طب ما انت معاك الام بتاعت المية بكام? بخمسمية. والحرارة النوعية بكامب اربعة وطمنتاشر. والدلتا دي دي اللي انت عاوزها. اصبح معاك فاضل لك محتاج كمية الحرارة بتاعت الايه? بتاعت المية المسألة خلف. ولكن اجيب الكيود ازاي? الله. طب ما هو مديك شوية زيت. ليه بقى دفهم بقى شوية? لان هو قال لك ان انت كمية الزيت اللي انت حرقتها قدت لتسخين مين? المية. يبقى ازا كمية الحرارة اللازمة لتسخين خمسمية جرام مية هي كمية الحرارة اللي تلعت. كمية الحرارة اللي تلعت. ويخدها المية. صح ولا لا? اه? مش الزيت ده تحرق. يعني طلع كمية حرارة. والحرارة دي افتقدت وانتصت عن طريق الماء. ها دي كمية التقى اللي انا عاوزها. هلو الكلام اجيبها ازاي? قال لك بص. هجيب الكيو دي من هين? اجيبها ازاي? مش انت عندك الدلتا اتش. اه يا مستر وخدت قبل كده. ان الدلتا اتش بتساوي سالب كيو على اين? بس انا مش عاوض بالسالب. انا كده انا ما بعوضش بالسالب. انا بعوض اشوف الاخر. اتفاعو ده طاردي بعوض بكذا وهتشوف دلوقتي. الدلتا اتش عوض عانا اهو. زي ما من دالب سالب واحد واربعين اهو سالب واحد واربعين. في الان دي لعدد المولات. ميديك عدد مولات. اوبا مش ميديني. لكن ميديك كتلة. قال لك لما يقول لك كيلو جول اللي هدلت اتش كيلو جول على مول. يبقى لازم يديك عدد مولات. ولكن هو ميديك جرام. يبقى هتضرب بدل الان هتخليها ام. ليه يا مستر? لان ما فيش عدد مولات. طب وعرفت ازاي? لان هو ميديني كتلة. طب اتأكد ازاي? لانه ميديك في وحدة القياس بالجرام. اروح عود الام بكام? باثنين علامة تسعة سبعة. اداني كمية الحرارة بتاعت مين? الزيت. اللي هي الكيو بتساوي. سالب واحد واربعين في تنين سبعة وتسعين من مية. بوا مية تنين واحد وعشرين. وسبعة وسبعة. لكن اسأل نفسي سؤال. لازم تبقى بالموجب. ليه? لان احنا متفقين. طالما الدلتا اتش بالسالب بيبقى لازم كمية الحرارة بالايه? بالموجب. وصة الرسالة يبقى لازم كيوبة له بالموجب. ليه يا مستر? مهم ادهل في المسألة بالسالب الدلتا اتش وسالب في موجب بسالب. اقول طيب. مسكت جبت الكيوب بتاعت مين? الزيت. دي كيو زيت. دلوقتي الزيت كله طاقته بعشرة. مثلا. فقد منه خمسة. يبقى طاقت اللي هي خدتها مين? المية. يبقى المية خدت كام? خمسة. الطاقت الزيت كله بعشرة. فقد تلاتة. يبقى هو طاقته كام? بقت سبعة. وفقد تلاتة راحت ليمين? للمية. اهو ده اللي انا عاوز اوصال. تعال بقى انطبق. انا عاوز اجيب كمية الحرارة اللي هنا بتاعت المية. صح? بتساوي ايه? مش انت طبا مستر ادخل المية ما اصلي الزيت هو اللي سخن المية. طيب. اهو نكمل بقى الحتة دي. لبقى ازا الكيو بتاعت المية اهي. كيو مية بتساوي. كيو زيت اللي هي طاقت الزيت الكلية. ناقص. الطاقة اللي يعيني فقدها المفقودة. طيب الكيو زيت بكام? انت لسه جايب اهو. بمية واحد وعشرين وسبعة وسبعين من مية. ناقص. الطاقة المفقودة هو فقط طاقة مفقودة من قدارها كام? هو اللي ايقلك. ايقلك ايه? في المسأل اهو. علما بان كمية الحرارة المفقودة بتمانية وعشرين. هو اللي ايقلك بقوله مقص كام? تمانية وعشرين. واقوله يساوي. هيطلع كمية الحرارة اللي خدتها المية بكام? هتطلع معاك بيه? اللهم صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام بتلاتة وتسعين. تلاتة وتسعين وسبعة وسبعين من مية. كيلو جول. طب انا ما باشتغلش بالكيلو. انا عاوز احول لجول عادي. او مضرب في كام في الف. من الكبير اللي صغير زي ما كيلو جرام في الف جرام. بعاوز بالكيلو اضرب في الف. تلاتة وتسعين وسبعة وسبعين من مية في الف. بيساوي تلاتة وتسعين الف سبعمية وسبعين جول. كده انت جبت كمية الحرارة اللي احطاهن او تلاتة وتسعين الف سبعمية وسبعين جول. اقو مأسم ده. على دف ده. اقول تلاتة وتسعين الف سبعمية وسبعين في 500 في على 500 في 4 و 18 هيديك الدلتا تي باربعة واربعين وتمانية من عشر ده الدلتا تي لكن انت عاوز ايه انا عاوز امستر التي 2 خلاص هو انت مش عارف ان ان التي 2 الدلتا تي بتساوي تي 2 نقص تي 1 تمنت عندك الدلتا تي انت لسه جايبها باربعة واربعين وتمانية من عشر والتي 2 دي انت عاوزها والتي 1 هو اللي يده لك في المسألة بواحد وعشرين اقول له تي 2 هتساوي ابقى باب عكس الاشار يبقى الدلتا تي زائد تي 1 الدلتا تي باربعة واربعين وتمانية من عشر زائد واحد وعشرين يساوي خمسة وستين وتمانية من عشر درجة ستزية وبإذننا مكملين وراء وقلم كشكول المرحوظات ونبدأ بالسؤال الاول مصطلح انصالبي مشتق من الكلمة اليونانية انصالبين والتي تعني طبعا رقم واحد معناها حرارة لانها التغير في المحتوى الحراري السؤال سهل مفوش حاجة حرارة سهل رقم اتنين ما النسبة الموية ده باب خامس تلاتة مخطط الطاقة المقابل زي ما انت شايف ما قيمة التغير في المحتوى الحراري لهذا التفاعل قيمة التغير في المحتوى الحراري يعني نواتج ناقص متفعلات نواتج ناقص متفعلات النواتج ناقص متفعلات بكام بخمسة وعشرين اهي يبقى هنا خمسة وعشرين النواتج اروح اشوف النواتج اهي زد اهي اخر حاجة ويفد فيه عند مية خمسة وعشرين يبقى عندي مية خمسة وعشرين وعندي خمسة وعشرين ناقص مية خمسة وعشرين هيساوي سالب مية الفرق ما بينهم بمية بس بالموجب ولا بالسالب تعال كده بص التفاعدة طارد ولا ماص. لو انت شفته هتقول لي ماص يبقى مفروض الدلتا اتش بالموجب. يبقى يوعة تطلق بقت. الرسمة برضو لها دور. بتقول لك انا موجب ولا سالب. سؤال رقم اربعة. والسؤال رقم خمسة. لا السؤال رقم اربعة وستة باب خامس. نخش على السؤال رقم خمسة. من المعادلة الاتية اتنين اس مع تلاتة اكسوجين يداني تو اس اوسري ومديك الدلتا اتش سالب سبعين وتسعين. كمية الحرارة دي. كمية الحرارة. لانه م يدلك بالكيلوجول. ما مقدار التغير في المحتوى الحراري? آآ الاحتراق تسعمية اتنين وسبعين من من الف من الكابريت. طيب. انا هجيب اهو هو عاوز التغير في المحتوى الحراري. بمن انت عندك. هو عاوز الكلام عالكابريت. يبقى هقول له ايه? اني لما كاني تو اس. اديتك كمية حرارة قد ايه? التو اس هنا اديلت اتش او. لما كان اتنين مول. خلي بالك ان انك هو اسألك بك عاوز آآ كم جرام صح? يعني هو عاوز المعادلة دي هاتلي بالا ما كان تسع من عشرة جرام كان بيقد ايه? يبقى لازم احط جرام تحت جرام. هو انت عندك كم كابريت اتنين? الجرام بتاعه كان باتنين وتلاتين يبقى اتنين في اتنين وتلاتين. يبقى لما كان اتنين في اتنين وتلاتين الكتلة المولية بتاعته اداني ايه من الدلتا اتش اللي في المسألة بسالب سبعمية وتسعين كيلو جول سالب سبعمية وتسعين. طب لما يبقى الرقم ده اللي هو تسعمية تنين وسبعين من الف جرام تسعمية تنين وسبعين من الف جرام هيديني ايه? بس هتدرب ده في ده على ده يوم ادي لك الناتج بيساوي سالب حداشر وتسعة من عشرة تسعة وتسعين كده. يبقى لها سالب ايه? سالب اتناشا. صار رقم ستة باب خامس نقلب. سؤال رقم سبعة. سؤال حلو عند امداد كتعة من الرصاص كتلتها خمستاشر جرام بكمية من الحرارة مقدارها تسع وعشرين جول. ترتفع درجة حرارتها من تنين وعشرين لسبع وتلاتين. فما مقدار الحرارة النوعية يبقى طالما ميديك تي وان وتي تو ما عندكش سبيل غير انك تحل بالقانون اللي بيقولك ان الكيو بتساوي امي سي دلتا تي. الامة عندك بخمستاشر جرام. السي دي اللي انا عاوزها. الدلتا تي طالما قال لك ارتفعت هتطرح كبير نوع الصغير سبعة وتلاتين نقص اتنين وعشرين. لا بخمستاشر. الكمية الحرارة بتسعة وعشرين جول هتقسم تسعة وعشرين على خمستاشر. في خمستاشر هيديني. مية تسعة وعشرين من الف. تمانية. تمانية باب خمس. تسعة. في التفاعل الاتي دلتا اتش اف بتساوي دلتا اتش فورميشن بتساوي زيرو المين. لمين من دول? لمين من دول? ليه العنصر اللي هو سيمبل البسيط اللي هو الناكل. خدناها ملحوظة قبل كده في الشرح ان حرارة التكوين للعناصر بتساوي سفر. من التفاعل التالي والجدول المقابل. بس تنتج ايه? ان الدلتا اتش للتفاعل بتساوي يعني بيقول لك حسبها. يعني هو بيقول لك حسبها لي مسألة يعني. هتيجي تحسبها وحلينا السؤال ده قبل كده. هتيجي تحسب الدلتا اتش. طالما طاقة الربط يبقى اقول له النواتج زائد المتفاعلات. كلام جميل. هروح هشوف النواتج. طبعا ده الدلتا اتش. هروح هشوف النواتج اللي هو الاتش سيل. عندي كم اتش سيل? عندي اتنين الاتش سيل الواحدة بربعمية وتلاتين. يبقى اتنين فيه. وطبعا اوعى تنسى انك تعود بالسالب مع النواتج. يعني هقول له 2 في سالب ربعمية وتلاتين زائد بتاعت القانون. المتفاعلات عندك الاتش. بلا اتش اتش بربعمية وتلاتين زائد ميتين واربعين اللي هي السي الاسئلة. اروح هحسب دول على الآلة هيديني على الآلة. مية تمانية وتمانين. يبقى الدلتا اتش بسالب مية تمانية وتمانين. نقرأ بق. الدلتة اتش للتفاعل بيساوي بأ الف ربعمية لا غلط الدلتة اتش التفاعل بتسوي تلتمية تمانية واربعين غلط الطاقة الناتجة عن تكوين واحد مول من النواتج بتسوي سالب اربعة وتسعين كلوجول اه ايه ده يا مستر ازاي ما هي مية تمانية وتمانين اهو اقولك بس هو قالك واحد مول هنا كم مول من النواتج مش هو بيقولك نواتج اهي النواتج كم مول اتنين مول الاتنين مول بيكان بسالب مية تمانية وتمانين طب لما يبقى واحد مول بيكان لما يبقى واحد مول يبقى اربعة وتسعين يبقى الاجابة جيه. رتب المركبات تصعوديا حسب درجة سباتها الحراري. اشوف هنا حسب درجة السبات الحراري. اقل لاكبر رقم. اه اكبر رقم بالسالب هو الاكثر سبات. يعني اشوف اصغر رقم اصغر رقم. يبقى هو ده الاكثر سباتا. طب لو اجيب لك ارقام كتيرة بالسالب. سالب 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 يبقى اشوف اكبر رقم بالسالب هو ده اصغر واحد. يعني سالب 100 أصغر من الزير وخلي بالك السالب 300 أصغر من سالب 100 تمام؟ طب يلا بقى نشوف أصغر رقم وأكثر ثباتا مين أصغر واحد اللي هو ده؟ اللي هو الـ N2O4 يبقى ده أكثر ثباتا ثم مين؟ ثم 33 بعدها الـ N2O بعدها الـ NO السؤال رقم 12 احسب حرارة الزوبان المولارية لملح كلوريد السوديوم من المعادلتين التاليتين عاوز حرارة الزوبان كلوريد السوديوم اللي هو الـ NACL يعني هو عاوز الـ NACL هيتفكل إيه؟ لـ NA موجب وNCL سالب صح؟ طب إيه اللي هنعمله دلوقتي لما تيجي تجمع المعادلتين ما أنا عاوز أطير أنا عاوز بس ده وده وده في معادلة واحد فتيجي تجمع المعادلتين تلاقي ديه طارد معديه وديه طارد معديه اتبقى الـ NACL سهم مية N A موجب زائد CL سالب تجمع الاتنين مع بعض يديلك بموجب كام؟ بموجب أربعة لأنه هو صباح الفرق ما بينهم كام؟ أربعة يبدلت ايتش بتاعتك بكام؟ باربعة كيلو جول لكل مول سؤال رقم سبعتاشر تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر وستاشر باب خامس سؤال رقم سبعتاشر صفحة مية سبعة وتمانين احسب كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق سبعة وتمانين وتسعة من عشرة جرام من ساني اكسيد الكابريت كتلة المولية مديهالك مديلك المعدلة مديلك الدلت ايتش معاك بسالب مية تمانية وتسعين واتنين من عشرة كيلو جول هو عاوز بساني اكسيد الكابريت يبقى الكلام على ساني اكسيد الكابريت طلع لي بره قل له طلع لي بره اهو اتنين ثاني اكسيد الكابريت كانت الدلت ايتش بتاعته بكام تعال نشوف بس هو عاوز كمية الحرارة يبقى حط كيو لما كان اتنين وانت مش هتشتغل بالجرامات يا مستر اه يبقى الاتنين مول دي ما تشتغلت ما تكتبليش اتنين مول هتكتب اتنين مول وتضربه في الكتلة المولية بتاعته اللي اربعة وستين يعني الاس اوتو على بعدها باربعة وستين جرام لكل مول دول الدوني قد ايه بدوني بموجب مية تمانية وتسعين واتنين من عشرة لان انا زي ما قلت لك الدلت ايتش هيسالبه اعكس اشارتها طيب ايه عشان تجيب الكمية الحرارة طب لما يبقى سبعة وتمانين لما يبقى سبعة وتمانين وتسع من عشرة هيبقى بكامل ايكس يبقى ساعتها الاكس بتاعتك هتساوي على الالة لما تيجي تدرب مية تمانية وتسعين واتنين من عشرة في سبعة وتمانين وتسع من عشرة على مية تمانية وعشرين هيديلك مية ستة وتلاتين وواحد من عشرة مية ستة وتلاتين وواحد من عشرة كيلو جول ان شاء الله ما يفوتكش اي امتحان نبدأ باسم الله بالسؤال رقم واحد اي من الاختيارات الاتية تعتبر تعبر تعبيرا صحيحا عن التفاعل المعبر هروح ابص عالدلتا اتش بكيلو جل وكل مول بالسالب يبقى طالما الدلتا اتش بالسالب يبقى التفاعل ده طارد للحرارة يبقى هستبعد جيم وهستبعد دال طيب التفاعل الطارد للحرارة اخدنا فيه تعالى كده نشوف دلتا اتش ستكون مختلفة اذا كان الناتج مية ولكن فيبر يعني بخار طبعا هتكون مختلفة لان احنا عارفين ان اي حاجة بتتغير في الحالة الفيزيائية بتغير في قيمة الدلتا اتش بتغير في قيمة بتغير في حالة التفاعل ماشية ازاي سواء طارد ولا ماص هنا سائل هنا بقى بخار طيب السؤال رقم اتنين ما كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كتلة مقدرها خمسة وخمسة وسبعين من مية من الحديد حرارته النوعية خمسة واربعين من ايه من مية من ميديك تي وان وتي تو يبقى انا ما قدميش حل غير القانون اللي بيقولي ان الكيوب تساوي امي سي دلتا تي صح الكلام صح الكلام هو عاوز كمية الحرارة يبقى دي علامة استفهام الكتلة بخمسة علامة خمسة وسبعين الحرارة النوعية للحديد هم اديها لك بخمسة واربعين والدلتا تي لرفع يبقى تطرح الكبير والصغير يبقى اللي هي تسعة وسبعين وتمانية من عشرة ناقص خمسة وعشرين لما تيجي تدرب دول على الآلة يدولك الناتج مية واحد واربعين وتمانية من عشر رقم ثلاثة عند تفاعل ميتين ستة وتلاتين من الف مول من قاعدة ضعيفة مع وفرة من حمض اله سي ال القوي تنطلق كمية من الطاقة مقدرها ستة وواحد وتسعين من مية كيلو جول ما قيمة الدلتا اتش للتفاعل مقدرا مقدرا بوحدة الكيلو جول لكل مول سؤال سهل ما فوش اي حاجة ما انا عارف ان الدلتا اتش بتاعتي بتساوي الكيو على ان؟ الكيو انا الكيو هو اه مش مدهلك ولا هو مدهلك بستة علامة ستة علامة واحد وتسعين وميدي لك عدد المولات علامة اتنين تلاتة ستة يدي لك الناتج تسعة وعشرين وتلاتة من عشرة ولكن بالسالب ولا بالموجب؟ بالسالب ليه بالسالب؟ لان هو مدهلك اصلا الدلتا اتش هتطلع بالسالب لان كمية الحرارة هو مدهلك بالايه؟ بالموجب رقم اربعة من العمليات المقابلة الاتية ما قيمة الدلتا اتش للتفاعل سي بقى اي زائد ثلاثة ديه برضو على الاصل دور وهنبدأ نشتغل خالص وتعالا اسفهم معايا؟ نقلتلك المعادلات اللي هو مدهنة يلا بقى نشوف هنعمل ايه؟ تعالا شوف السري دي السري دي هاي؟ فين الدي اهي موجودة هي؟ يبقى الحمد لله هسيب المعادلة دي زي ما هي؟ خش على ال ايه ال ايه موجودة هنا؟ لا ال ايه ولا موجودة هنا؟ ولا هنا؟ ولا هنا؟ يبقى ها موجودة هنا؟ يبقى المعادلة دي هكتبين ايه؟ هشاء لب حلو الكلام؟ طيب تعالا هنا السي موجودة هنا خلاص تمام؟ ولكن انت هتحتاج لما تيجي اتعوض محتاج انك تضرب المعادلة الاولانية في ثلاثة تعالا نشوف ثلاثة في اتنين بستة عشان اتخلص من البي دي تتير مع البي دي اضرب ثلاثة على الاتنين يبقى هنا في ثلاثة على الاتنين ستة ايه سه هنا ثلاثة على الاتنين بي وهنا ثلاثة سي واضرب ثلاثة في خمسة بخمستاشر هو كم الداني بالموجب؟ بالموجب حلو المعادلة التانية تنزل برينسيسة زايم هي ثلاثة على الاتنين بي زائد اربعة سي سهم اتنين ايه زائد سي زائد ثلاثة دي ناقص خمستاشر والمعادلة الاخيرة هي بقى هنا سي سهم ايه زائد اربعة ايه وهنا موجب عشر او مطير قد ستة ايه هتطير مع الستة ايه دول والثلاثة على الاتنين بي هتطير مع الثلاثة على الاتنين بي دول طيب وهنا ثلاثة سي وسي اربعة سي هتطير مع الاربعة سي دول واكتب الباقي اللي هو السيد باقت سهم ايه زائد ثلاثة دي وهو مجمع خمستاشر ناقص خمستاشر وعشرة يعني هيديني في الاخر الاجابة بعشر بروح ادور على الاجابة بتاعتي اللي هي بموجب عشر وفي حاجة عاوز اقول عليها ان احنا طالما شقلبنا هنا المعدلة دي يبقى دي هتبقى بسالب عشرة هنا يبقى الخمستاشر سالب خمستاشر مع الخمستاشر يبقى سالب عشرة مش موجب عشرة يبقى هي دي الاجابة سالب عشر ايه مما يأتي لا تعتبر حرارة التكوين القياسية له بزيرو يعني اي واحدة من دول حرارته مش بزيرو اكيد ثاني اكسيد الكربون لان كل دول عناصر بسيطة بحرارة تكوينهم بزيرو سؤال رقم ستة وسبعة تمانية وتسعة وعشرة باب خامس ما هي الخاصية الفلزية التي تجعل الامونيا المسألة افضل المسالة التي تجعل الامونيا المسالة افضل من الماء كمادة التبادل حراري في مساعر القنبلة اصلا احنا مختارين المية في مساعر القنبلة عشان حرارتها النوعية كبيرة يبقى يا والله لو انت عرفت تخليلي الامونيا حرارتها النوعية اقوى من الماء يبقى انا ماشي معاك اتناشر يلزم لاعداد اربع اكواب من الشاي تسخين كمية من الماء كمية من الماء من خمسة وتلاتين لمية وذلك بيمدادها بكمية من الحرارة مقدارها الرقم اللي قدامك ويحسب كمية الماء المستخدمة بوحدة الجرام يبقى هو عاوز الكتلة ما عنديش القغير القانوني اللي بيقولي ان الكيوب تساوي مي سي دلتا تي عندك الدلتا تي مية مقاس خمسة وتلاتين عندك الحرارة النوعية للماء باربعة وطمانتاشر عاوز الكتلة كمية الحرارة باتنين واحد تمانية ربع ومية هقسم اتنين واحد تمانية ربع ومية على اربعة وطمانتاشر في مية نقاس خمسة وتلاتين هيدي لك الناتج بيساوي تمنمية وتلاتة وتمانية من عشرة جرام تلاتتاشر واربعتاشر باب خامس السؤال رقم خمستاشر بيقولك تفاعل الالمونيوم بعنف مع اكسيد الحديد تلاتة مكونا اكسيد الالمونيوم والحديد مع انطلاق قدر كبير من الطاقة الحرارية اكتب المعادلة الرمزية الموزونة المعبرة عن التفاعل الحادث اول حاجة هنفاعل الالمونيوم زائد اكسيد حديد تلاتة رمزه ف اي ودي او والاكسوجين هيدي كتفي باثنين والحديد تكافقه ثلاثي ولك اكسيد حديد تلاتة يبقى ف اي تو او سري هيديني اكسيد حق ادي اكسيد الالمونيوم ادي الالمونيوم ودي الاكسوجين الاكسوجين هيدي كتفي باثنين والالمونيوم هيدي كتفي بثلاثة زائد حديد هنا اتنين حديد فهيطلع اتنين حديد لما نيجي نوزن المعادلة هنحط هنا اتنين الالمونيوم وكده المعادلة توازنت طب اكمل المخطط المقابل طبعا احنا عارفين ان دي المتفاعلات ودي النواتج فانا هعمل كده اصبح هنا المتفاعلات الى اتنين الالمونيوم زائد اف اي تو او سري وهنا كده النواتج وهي الاكسيد الالمونيوم اي ال تو او سري زائد اتنين حديد موضحا التغير في الانسالبي طبعا بعمل دي كده وبعمل ده كده والمسافة دي هي دي الدلتا اتش سؤال رقم 17 يحترك الايثانول طبعا للمعادلة التالية احسب التغير في الانسالبي الاحتراق القياسي للايثانول بكل بساطة هو عاوز الدلتا اتش ومدي لك البيوتانول والبنتانول والهيكسانول بوسي معايا بقى لازم تبقى بصراحة انت وصلت الدرجة اللي لازم اقولك الملحوظة دي البيوتانول فعلا عدد زرات الكربون اربعة يبقى لما يبقى اربعة هتقول بيوتان لما يبقى خمسة هتقول بنتان لما يبقى ستة هتقول هكسان طب ايه ووي لام ووي لام ووي لام دي بتحطها لما يبقى المركب بتاعك كحولي خلي بالك ده شغل عضوية سنوية عامة يبقى اكتب عندك لو لقيت كلمة ميس زي ميسان يبقى دي زراتين كربون إيسان يعني زراتين كربون إس طب ميس إس بروب بروب يبقى تلات زرات كربون بيوت يبقى اربعة زرات كربون بنت خمسة وخميسة خمس زرات كربون هكس يعني ست زرات كربون هبت يعني سبع زرات كربون هبت اكت يبقى هنا واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبع اكت يعني 8 زرات كربون نون 9 زرات كربون 10 زرات كربون يبقى لما قلك ميسان اعرف أن زرات كربون واحدة إيسان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان اوكتان نونان دي كان كل دي تسمية المركبات العضوية طيب ليه ميستبلع وحطيت ميسانول يبقى الوو اللام معناها أن زرات كربون واحدة وكحل إيسانول بروبانول بيوتانول كحل 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 ووو تعالى بقى نشوف الملحوظة ونقرأ احسب التغير في انصال بالاحتراك القياسي للإيسانول مستعنا بالجدول الآتي هو مدي لك معطيات البيوتانول 4 زرات كربون البنتانول 5 زرات الهكسانول 6 زرات كربون طب أنا عاوز لمين؟ للإيسانول الإيسانول ده كم زر الكربون؟ 2 حلو الكلام؟ طب أنا ممكن أستعين بدول إن أنا أوصل لتنين كربون إزاي مستر؟ طب ما تطرح 6 ناس 4 كربون بكام؟ باتنين كربون فهمت؟ فيمتها؟ بص الفكرة في لحظة إن كنت تقرأ المفتاح هنا زراتين كربون هنا 6 زرات كربون هكسانول وهو اللي عم مستعين بالجدول ده خلاص أقوله 6 ناس 4 بيساوي 2 كربون اللي أنا عاوزهم في الإيسانول طب الستة بكام بسالب 3 9 8 4 ناقص 1 4 بكامل اللي هو البيوتانول بسالب اتنين ستة سبعة تمانية احسب كلام ده هيساوي سالب 1306 في لحظة سؤال تحل شكله كده كبير على الفاضي كيلو جل كله نبدأ باسم الله بأول سؤال جسم الإنسان يمثل نظام مغلق ولا مفتوح ولا معزولي طبعا جسم الإنسان نظام مفتوح ليه؟ تثبيت يعني إثباتا يعني عاوز أأكد لك المعلومة أنت أصلا جلدك مسامي بتعرق ومعنى أنك بتعرق يعني مفتوح يعني في عرضة في أي لحظة أنت يطلع مادة من جسمك من غير ما تقفلها صحي كلام وطبعا بتحس بالحرارة يبال نظام مفتوح سؤال رقم 2 ده باب خامس السؤال رقم 3 نشوفه مقطة الطاقة المقابل يعبر عن أحد التفاعلات الكيميائية التي يستخدم فيها إنزيم كعامل حفاز أي من العبارات الآتية تعتبر صحيحة تعتبر صحيحة التغير في المحتوى الحراري من نوع تنوع تعالى نبص كده على الرسمة ده اتجاه التفاعل وضع الطاقة التفاعل بدأ من M أدي M دي اللي هي المتفاعلات وبي اللي هي النواتج وإن ده مركب وسط مركب وسيط يعني حالة كده اسمها بيقولك حالة انتقالية من مرحلة لمرحلة تانية يبقى دي اللي هي المتفاعلات ودي اللي هي النواتج ودي المركب الوسيط طيب طبعا زي ما انتا شايف إن اللي هنا زادت وإف سبت بعد كده زادت تاني صح يلا نقرأ السؤال ونشوف هل من M إلى N طارت من M إلى N ده طالع يبقى مش طارت بقى الإجابة دي غلط طبعا احنا عارفين الطارت يعني نازل على السلم وطالع يعني ماص من M إلى B طارت من M إلى B طارت بص انت واقف هنا وبقت هنا برضو بقت للاعتي فوق انت واقف هو على الأرض هي وبقت فوق يبقى برضو التفاعل ده مش طارت ده ماص من M إلى N ماص للحرارة من M إلى N ماص للحرارة تمام أنا معاك ومن N إلى B ماص للحرارة ومن N الB ماص لأ طبعا من N الB ده طارت نازل تحته يبقى دي غلط من M إلى N ماص تمام من M إلى B ماص كمام طالما انت طالع أو واقف هو اعمل نفسك كأنك واقف هو جسم من سنه وبقى واقف هنا طالما بقيت طالع يبقى ماصي بالإيجابة بتاعتي ده رقم أربعة ده باب خامس رقم خمس التفاعل الآتي يعبر عن تفاعل اتحاد غاز الهيدروجين مع غاز الأكسوجين لتكوين الماء ما قيمة الدلتا اتش للتفاعل السابق؟ تعال نشوف ونحل لو انت ركزت هتلاقي ان الكلام على طاقة ربطة وطالما الكلام على طاقة الربطة يبقى قوة الربطة الدلتا اتش بيساوي المتفاعلات زاد النواتج وهعوب بالنواتج بالقيمة السالبة طيب يبقى انا روح اكتب القانون اهو بكل بساطة ان الدلتا اتش بتساوي المتفاعلات المتفاعلات زاد الايه؟ النواتج تعال يا متفاعلات انت كم هيدروجينة؟ اتنين هيدروجينة يعني عندي شكل اتش اتش كم شكل منه اتنين يبقى هقوله اتنين فيه ربعمية ستة وتلاتين ربعمية ستة وتلاتين زائد اكسوجينة اللي هي OO اللي هو بالشكل ده عندي شكل واحد منها بربعمية تسعة وتسعين يبقى ربعمية تسعة وتسعين ده كده المتفاعلات اكتب زائد بتاعت القانون واخش على النواتج اتنين مية H2O طبعا ال H2O مفروض انك تعارف رسمتها كده ودي الرسمة هدي بتاعت المية O H O H بس خلي بالك دي لل H to O الوحدة يعني قدل H to O الوحدة فيها شكلين من ال O H فيها شكلين من ال O H يبقى 2 O H في الجزء المية الواحد طبعا انت عندك 2 مون مية يبقى 2 في 2 باربعة شكل من ال O H يبقى قوله 4 في ال H O ال O H دي بربعمية اربعة وستين ولكن عوعب بالسالب بسالب ربعمية اربعة وستين هتحسب كل ده على الألة هيديك الناتج بيساوي سالب ربعمية خمسة وي تمانية نخش على السؤال رقم ستة دابة بخامس سبعة السؤال رقم سبعة ما يقيمت الدلت اتش للتفاعل الآتي إذا تكون سي اتش سري و اتش سائل بدلا من سي اتش سري و اتش بخار علما بأن يقيمت دلت اتش للتبخير بموجب 37 كيلوجول هقول له لازم عوب بسالب 37 ليه يا مستر لين التبخير دا بيحدث في ارتفاع في درجة الحرارة يعني التفاعل طارد يعني الدلت اتش سالب وهو مدي لك معادلة فيها هنا بخار فهو عاوز يحسب الدلت اتش كلها فهجمع السالب 37 زائد السالب 91 يديني سالب 128 كيلوجول بكل بساطة نخش على السؤال رقم تسعة السؤال رقم تسعة بيقول لك ايه بيقول لك عند زوبان الاملاح في الماء تنفصل جزائات كل من المزيب والمزاب ثم يحدث الارتباط اي التجاذب بين الايونات وجزائات الماء ايه من الاشكال البيانية الاتية تعبر عن التغير الحادث في درجة الحرارة عند زوبان ملح نطرات الامونيوم في الماء لازم افكرك بحاجة اني نطرات الامونيوم اللي هي الاني اتش فور انو او سري كلمة السر هنا ومفتاح الحل في نطرات الامونيوم نطرات الامونيوم معروفة ان هي من التفاعلات الماصة للحرارة فطبعا طالما ماصة للحرارة يعني الدلتة او التغير في درجات الحرارة بيحصل انخفاض وبرده فكرك بيها لما احنا خدناها في الجدول ده ان التفاعل الماصة للحرارة بيحصل انخفاض الدلتة تي بتنخفض فين هنا الدلتة تي بتنخفض هتبدأ تنخفض تنخفض كالتالي زي ما انت شايف كل ما الحجم بي اي بي زيد سؤال رقم 10 باب خامس احسب كمية الحرارة المنطلقة عند تكوين 2.8 من 10 جرام من فلوريد الالمونيوم كتلاتها المولية 81 جرام لكل مول من عناصره الاولية علما بان حرارة تكوينه بتساوي سالب 216 كيلو جول لكل مول هو عاوز كمية الحرارة ومديك جرامات وكتلة مولية يبقى انا عارف من القانون بتاعي ايه هو ان الدلتة اتش الدلتة اتش بتساوي كيو على ان هو مديك الدلتة اتش بسالب 216 بغصب عن الكيوات تطلع بالموجب يبقى عدد المولات اروح اجيبها بان عدد المولات بساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية الكتلة بالجرام عندك بـ 2.8 من 10 جرام الكتلة المولية بـ 81 جرام لكل مول اروح اجيب عدد المولات هيساوي زيرو علامة زيرو 3.4.6 مول امسك عدد المولات ده عوق بهنه اضربه في سالب 216 يديلك كمية الحرارة بالموجب بيساوي 47 واربعة سبعة واربعة او 47 من 100 كيلو جول سهل سهل تعود مباشر سؤال رقم 12 باب خامس سؤال رقم 13 باب رابع علينا المعادلة الاتية توضح التفاعل الكل لتحول الميسان الى ميسانول احسب قيمة الدلتة اتش للتفاعل علما بان حرارة التكوين القياسية للميسان والميسانول على الترتيب من الرقمين بتوعك بكل بساطة اروح اعود في القانون بتاعي ان الدلتة اتش بتساوي طالما ما فيش اي حاجة لها علاقة بقوة الربطة يبقى هروح اعود طالما ما لهاش علاقة بقوة الربطة بي مش عود بدا ما لها عود بدا اللي هو دلتة اتش نواتج ناقص متفاعلات يبقى النواتج ناقص المتفاعلات همسك النواتج بتوعي اللي هو الميسانول حرارة التكوين بتاعته بسالب 75 ناقص القانون المتفعيلات عندك مش فيش الأكسوجين بزيرو ودي الميسان والنواتج يسبقى الميسانول بالترتيب هنا الميسانج الاول والميسانول رقم اثنين يبقى الرقم ده بتاع الميسان والرقم اثنين بتاع الميسانول يبقى انا هنا النواتج بتاعتي الميسانول فعواب بيها بسالب 239 مسالب 75 ناقص القانون اخش على المتفعيلات اللي هي الميسان بكامل مثلا بسالب خمسة وسبعين. سالب خمسة وسبعين. ودي السالب بتاع القانونة ها. كلام ده كله على الالة هيدي لك بيساوي. سالب مية اربعة وستين كيلو جول على مول. طيب. السؤال الرقم اربعتاشر وخمستاشر دول باب خامس. السؤال رقم خمستاشر. مركب ايون القيمة السالبة للدلت اتش سيليوشن لو في الماء كبيرة جدا. هل هذا المركب شحيح الزوبان في الماء ام ام سهل الزوبان في الماء او سريع الزوبان في الماء مع التعليم. اولا للدلت اتش سيليوشن لازم تبقى حافظ القانون ده ان الدلت اتش سيليوشن بتساوي دلت اتش وان زائد دلت اتش تو زائد دلت اتش سري. دي بتعرف دي بتعرفك ان دي اسمها طاقة الاماها. ودايما بتكون قيمتها بالسالب. الدلت اتش وان والدلت اتش تو بتعبر عن اه الطاقة لوها التفاعل الماص. وبتبقى بتعبر عن تفاعل الكسر. خلاص? ودي بتعبر عن طاقة التكوين. طيب ودايما دول بالموجب. معنى ان يقول لك القيمة السالبة في الدلت اتش سيليوشن كبيرة. يبقى اكيد الدلت اتش سري دي رقامها كبير. على سبيل المثال لو الدلت اتش وان بخمسين. الدلت اتش تو بمية. الدلت اتش سري بالف. لما اجي عوض هقول خمسين بالموجب زائد مية بالموجب زائد القانون واعوض بدلت اتش سري بسالب الف. لان دايما طاقة الاماها بالسالب. فلما تيجي تحسب ده هيدي لك قيمة سالبة عالية جدا. فبالتالي السالب عالي. يبقى تفعل ده سريع الزوابان او سهل الزوابان لنطاقة الاماها اكبر ما يمكن او كده. وعاوز اقول لكم ان شاء الله ان هو هدفنا للفيديو اللي جاي ان شاء الله هجمع جميع اسئلة المتفوقين اللي جات في الباب الرابع ان شاء الله في فيديو واحد. علشان الاسئلة الصعبة دي تبقى في فيديو واحد في مراجع برضو مهمة. ما تنساش تعمل كومنت بتم علشان لما نزل الفيديو ده ابعت لك اللينك بتاعه ما يفوتكش حاجة. نبدأ بسم الله ورقتك وقلمك شغالين معاك. نبدأ باول سؤال. السؤال رقم واحد ده باب خامس. السؤال رقم اتنين. قطعتين لهما نفس الكتلة من فلزين مختلفين. جميل. يتم مدادهما بنفس القدر من الطاقة الحرارية. يبقى انا جبت مثلا مادة اكس ومادة واي لهم نفس الكتلة. مادتهم بنفس الطاقة الحرارية هنا وهنا. اي منهما ترتفع درجة حرارته بمقدار اقل. يعني مين لدرجة مسلا واحد سخن عند خمسين واحد سخن عند تلاتين. يا ترى مين اللي درجة حرارته مش هتعلى قوي. اكيد اللي الحرارة النوعية بتاعته كبيرة. يعني قوة تحمله كبيرة. يعني الاجابة هتبقى الف. اللي هي الحرارته النوعية اكبر. سؤال رقم تلاتة عندك باب خامس. نخش على السؤال رقم اربعة. اي من الاشكال الاياتية يعبر عن تفاعل طارد الحرارة. طالما تفاعل طارد الحرارة فان هستبعد اي حاجة طلع الفوق. انت واقفة هو. وليت نفسك طالع السلم وبقيت انهو. بص يعني اعلى. بقيت اعلى من ما كنت فيه بقى ده تفاعل ماص. ده تفاعل ماص. ده تفاعل طارد وده تفاعل طارد. بس ايهما له اقل قيمة? الذي له اقل قيمة? اكيد اللي اقل كيرف يبقى الاجابة عندك دي. سؤال رقم خمسة باب. آآ باب خامس. من المعادلتين الحراريتين التاليتين. ميدي لك معادلتين وفيهم ادلت اتش بتاعتهم. اقصى كتلة من الماء ميديك كتلة الملاية للمية. يمكن تحولها الى بخار ماء. باستخدام الطاقة المنطلقة من الاحتراق واحد مول من غاز الميسان. سي اتش فور بتساوي. يبقى انا هحتاجي ان اجيب كمية الحرارة اللي تلعت من الميسان وعوض بيها علشان اجيب اقصى كتلة من الماء ممكن اقدر احولها. هنا بكل بساطة هو عاوزك تفهم ايه? ان انت عندك هو بيقولك احسب لي اقصى كتلة من الماء. يمكن تحولها من الحالم. يمكن تحولها الى بخار. يمكن تحولها من السائل لبخار باستخدام واحد مول من الميسان. يعني ايه الكلام ده كمية? انا دلوقتي مش انت عندك الواحد مول كان مديك تمنتاشر جرام من الماء. معنى كده ان الواحد مول كان مقابله تمنتاشر جرام من الماء. طب التمنتاشر جرام ما ده كان مديك تاكا كان اربعة واربعين. طيب. طب لما يبقى تسعمية تاخد ياخد طاقة تسعمية. يبقى كمية الجرامات قد ايه? يبقى انا اقدر اجيب الجرامات اللي نقصه? وممكن اجيب عدد المولات كمالي لنقص اللي انت محتاجه. ولكن هو عاوز اقصى كتلة يبقى تسعمية في تمانتاشر على اربعة واربعين يدي لك الكتلة بالجرام بتلتمية تمانية وستين. بص الفكرة تاني. انا دلوقتي بقول لك اقصى كتلة من الماء حاضر الى الاكس. يمكن تحولها لبخار اللي هو من البخار لسائل. طب من سائل لبخار كان محتاج كام? اربعة واربعين. لما كانت الكتلة كام? كانت بتمانتاشر جرام لكل واحد مول. طب لما يبقى محتاج واحد مول من مثال اللي هو الدكتاكة مقدرة اديه تسعمية. يبقى الكتلة بالجرام ادي ايه? اعمل ما اص يدي لك الكتلة بالجرام. السعر رقم تمانية اي من العمليات الاتية تكون قيمة الدلتا اتش لها باشارة معاكسة لباقي العمليات. هروح امسك الكولوريد السوديوم اللي تفكك يعني هو تكسر. يبقى تفاعل ماص لانه محتاج يتكسر. هنا ثاني اكسيد الكربون نفس الفكرة برضو محتاج يتكسر. فهيبقى برضو ماص. يبقى التفاعل بتاعك تفاعل ماص الحرارة يعني الدلتا اتش بالموجب وهنا الدلتا اتش بالموجب. هنا برضو اليود تحوله هيبقى برضو ماص للحرارة. لكن هنا بقى في حاجة قاعدة عاوز اقولها لك وهي حاجة الفرق ما بين حاجة اسمها جهد التأيون خدتها في تلتة عدادي. وحاجة اسمها الميل الالكتروني. الميل الالكتروني. الفرق جهد التأيون لما اجا فكرك مسلا ان السوديوم ان احداشر. فبيبقى اتنين تمانية واحد. هو بيبقى عاوز يطلع الواحد الالكتروني في الاخر عشان يبقى الاقرب غاز خامل. فبالتالي الالكترون ده هيطلع بالسهل? طبعا لا. فهو برضو محتاج انه هو يفقد يكتسب كمية كبيرة من الطاقة علشان يخرج الايه? ايه هو كمية الطاقة اللازمة لخروج اخر الكترون في مستوى الطاقة الاخية. الميل الالكتروني بقى هو مقدار الطاقة المنطلقة. لما العنصر في الحالة الغازية يكتسب الكترون. يعني هو خد هيطلع كمية الطاقة منطلقة نتيجة الالم اللي خده على وشه. فبالتالي لما العنصر الايون ده يكتسب الكترون هيطلع كمية الطاقة فهيبقى تفاعل طارد للحرارة والدلتا اتش هتبقى بالسالب يبقى الاجابة هتبقى بيه. السؤال رقم عشرة. ما مقدار الطاقة المنطلقة? عند الاحتراك الكامل للميسان الموجود في واحد كيلو جرام من الميسان المتبلر. سي اتش فور دوت ستة اتش تو او. عندما بقى ان حرارة احتراك الميسان بسالب تمنمية تسعة وتمانين. يبقى انا هجيب مقدار الطاقة المنطلقة عن طريق القانون الدلتا اتش بالساوي كيو على ان. وهو مدين الدلتا اتش بسالب تمنمية تسعة وتمانين. فغصب عني بالسالب فهتطلع معايا كيو غصب عني بالايه? بالموجب. طيب. عدد المولات هروح اجيبها بيتساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. الكتلة بالجرام هو مدهاني بواحد كيلو. والكتلة المولية للميسان المتبلل لان واحد كيلو من الميسان. هروح اجيبها ازاي? انت عندك كم كربونة? واحد كربونة بكم الكربونة باتناشر زائد. بكم هيدروجينة? اربعة. بكامل هيدروجينة بواحد. طيب? النقطة دي معنها زائد. كام هيدروجينة? ستة في اتنين. ستة عامل مشترك. هتضرب هنا مرة. وتضرب هنا مرة. يبقى ستة في اتنين بانتناشر هيدروجينة اتناشر في واحد زائد اكسوجينا واحدة واحد في كام في ستاشر. لما تيجي تحسب الكتلة المولية دي هتطلع معك على الالة بمية اربعة وعشرين. جبت انت كده عدد المولاد بيسوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولاد بيسوي واحد على مية اربعة وعشرين في سالب تمنمية تسعة وتمانين هيدي لك على الالة الناتج بالسالب بس انت هتحاولها الموجب عشان احنا ميتفين لما تبقى السالب كيوب الموجب بسبعة تلاف مية خمسة وستين وكام وتلاتة من عشر. طب ما هي هي لما تحرك العلامة دي شارة دي كده يبقى سبعة وسبعتاشر او سبعة وستاشر في عشرة قصة تلاتة. السؤال رقم تلاتتاشر. دي برضو ليه علاقة بقانون هسي ميدي لك معادلة على الاصل دور. وهنقض نزبط في المعادلات اللي تحت للغاية ما نوصل للمعادلة بتاعتنا ونحسب الديلت ايج. كده ند. انا نقلت لك المعادلات اهي. اللي هو ميديها لك. ادي المعادلة الاصل ولا دي المعادلات اللي مدهي لك. اروح ابص على الهيدروجين في النواتج. اروح ابص فين هنا في النواتج ملاقيش الايه في المتفاعلات. يبقى اروح اعمل اشقلب معادلة. ولكن انت بمئن انت النشاد اللي عندك في المتفاعلات وهنا موجودة في النواتج فانت تشقلب المعادلة الاولانية يبقى هكتب هنا شقلب. طيب. هنا النشاد المضروبة في اتنين. صح? وهنا مش مضروبة في اتنين. يبقى ماشي. بس معلنا ان احنا دلوقتي هنعمل ايه هنشقلب طيب اللي بعده عندك الميسان موجود في المتفاعلات هنا موجود في النواتج وبرضه هتشقلب دي كمان يبقى اكتب هنا شقلبة طيب ال H-CN موجود هنا وموجود هنا بس هنا دي في واحد وين في اثنين يبقى برضو هنا برضو هحتاج ان انا اضيع الاثنين دي بطريقة ما بس يلا بناك اننا ايه ماشيين مع بعض عندك النيتروجين الهيدروجين هنا النيتروجين تا هنا تلاتة وتلاتة تمام يا بها شقلب موجود في المتفعلات هنا في النوادي هشقلب هخش على هنا الهيدروجين تلاتة موجود فين موجود هنا تمام الHCN دي واحد هنا اثنين وهنا الناشادر خلي بالك واحد وهنا برضو اثنين يبقى انت محتاج ان انت لما تيجي تشقل تشقلب ده محتاج تقسم على كام محتاج تقسم على الاتنين يبقى هعمل هنا شقلب شقلب وقسم على الاتنين وهنا هسيبها زي ما هي بس هقسم على الاتنين. تعال بقى نشوف اللي انا قلتو ده. هنمشي بازاي. هشقل باول واحدة واقسم على الاتنين. يبقى نص نتو. نص نتو. لان اقسمت على الاتنين يبقى هنا واحد على الاتنين. زائد تلاتة على الاتنين هيدروجين. سه. اتنين اني اتش سري يبقى اني اتش سري. واقسم الواحد وسالب واحد وتسعين وتمانية من عشرة. على الاتنين هيديني. سالب خمسة واربعين وتسعة من عشرة. كده انا قسمت. اشقل بقى المعادلة هجيب ده هنا وده هنا. يبقى قوله اني اتش سري سهم نص نتو زائد تلاتة على الاتنين اتش تو سالب خمسة واربعين وتسعة من عشر. دي المعادلة الاولانية. معادلة التانية شقلبة بس. يبقى هقوله سي اتش فور سهم كربون زائد اتنين اتش تو وهغير الاشارة يبقى اربع وسبعين وتسعة من عشرة وهنا برضو هغير الاشارة اني انا شقلبت. المعادلة الاخيرة هقسم على الاتنين بس يبقى عندك نص هيدروجين نص اتش تو واتنين على الاتنين فيها الواحد زائد كربونة زائد نص نيتروجينة سهم واقسم هنا كمان على الاتنين يديني اتش سي ان واقسم كمان الرقم مئتين وسبعين وتلاتة على الاتنين هيديني. مية خمسة وتلاتين. اطير يلا. نيجي نطير الباقي. هنا اللي انا عاوز انا عاوز دي محتاجها ومحتاج دي. ومحتاج التلاتة اتش تو. موجودة فين التلاتة اتش تو. تعالي نحسبها هنا. ممكن تلاقي هنا دي كده مع بعض محتاج هنا من هنا تلاتة اتش تو. طيب ومحتاج اتش سين ومحتاج دي. يلا نطير نشوفها نطير ازاي. السي مع السي تطير. النص اتش تو. هنا النص اتش تو اللي موجود هنا. هيطير مع نص من هنا. يبقى هنا بقى واحد ونص. تمام? طيب واحد ونص وده واحد ونص. ما هو تلاتة على الاتنين يعني واحد ونص يبقى ده كده كم? بتلاتة هيدروجين اللي انت عاوزها في المسألة. تمام. وهنا النص انتو هتطير مع النص انتو دي. دي في المتفاعلات ودي في النواتج. اتبقى ايه? اتبقى الان اتش سري. زائد السي اتش فور. ساهم. تلاتة اتش تو. اوه? تلاتة اتش تو. تلاتة اتش تو. زائد. النص انتو راحة اتش سي ان. واجمع كل ده على الالة هيديني. ميتين خمسة وخمسين وتسعة من عشر. نخش على السؤال اللي بعده. السؤال رقم خمستاشر احسب اقل عدد من قطع التلج. حرارة النوعية خمسة وسبعين. يلزم لتبريد خمسمائة جرام من المية من عشرين لزيرو. علما بان التغير في الانصال بالانصار قطعة التلج بيساوي ستة واثنين من مية كيلو جول على مول. وان كل قطعة التلج تحتوي على مول من الماء بتساوي تمنتاشر جرام لكل مول. انا طلعت لك المعطيات برا. ادي المعطيات بتاعتنا. ادي الحرارة نوعية للتلج والكتلة المية اللي مدها لك. والدلتا تي اللي هي اللي مدها لك من سفر العشرين. والدلتا اتش اللي مدها لك من ستة انا هكتب القانون الكيوب ساوي m في σيف دلتا تي. انا عندي الكتلة طبع مش هاشتغل الانعاز دي بتاع التلك. لكن انا بتكلم على اقل عدد من كتعة التلج فانا عاوز هاشتغل بعدد مولات. يبقى هروح اقول له الكتلة مش بتساوي الكتلة بالجرام. مش المش انا عاوز العدد بيساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية يعني ممكن اقول له ال m ده على الكتلة المولية يديني العدد صح? يبقى اقول له العدد في الحرارة النوعية اللي هو ان اللي هو عدد المولاد لان انا عاوز اقل عدد هو ضلو طالبه مني الحرارة النوعية للتلج بيه خمسة وسبعين واربعة من عشرة اه الدلتا تي هقول سفر ناقص عشرين لان قال لكلمة تبريد عارف لو كان قال لكلمة مسلا ارتفاع او لرفع او لزيادة كنت قلت كبير نوع الصغير لكن تبريد خفض انخفاض كل ده من سفر يبقى الصغير نريس كبير العدد المولاد بتاعي هقول له خمسمائة جرام على الكتلة المولادة المية بتمانتاشر جبت العدد اضرب ده في ده في ده جاب لي كمية الحرارة بيساوي سالب واحد واربعين الف تمنمية تمانية وتمانين وتسعة من عشر طبعا الكلام ده بالجول اجيبه بالكيلوجول لان الكلام كله في المسألة على الكيلوجول يبقى هيقول له بيساوي اقسم ده على الف يديني سالب واحد واربعين وتسعة من عشر طب اذا لما كان يعني اذا عاوز انا اقل عدد من القطع كل قطع التلج هتحتوي على مول واحد من الماء وهو ايه لك كده في المسألة قال لك عالما بان اهو ان كل قطع التلج تحتوي على مول من الماء بتمانتاشر جرام لكل مول طيب وهنا ايه لك علما بان التغير في الانصال بالانصار قطع التلج واحدة بيساوي ستة واتنين من مية يبقى لما تبقى قطعة واحدة كانت بستة واتنين من مية طب كم عدد القطع لما يكون بسالب واحد واربعين وتسعة من عشرة مش انت جبت كمية الحرارة العدد من اقل عدد اقل قطع طب ما انت القطع العدد الواحدة القطع تلجي الواحدة بتديك 6 و 2 من 100 طب لما يبقى معاك سالب 41 و 49 من 10 يبقى عدد القطع بتاعتك هتسوي كام هتدرب ده في ده على ده يدي لك عدد القطع 7 قطع وهو ده فكرة السؤال السؤال الأخير يدي لك المعادلة وبيتكلم على طاقة الربطة يبقى ما عندكش غير القانون اللي هو بيتكلم على إن الدلت اتش بيسوي المتفعلات زائد النواتج وهعوب بنواتج بقيمة سالب اخش على المتفعلات اشوف عندها كم شكل عندي شكل سي سي وعندي شكل سي سي ال و سي سي ال يبقى عندي شكلين من النوع سي سي ال وعندي شكل سي اتش وشكل سي اتش سي اتش سي اتش عندي أربع أشكال سي اتش تمام النواتج عندي شكل سي ده بالبوند سي شكل واحد عندي شكل سي اتش ودي سي اتش ودي سي اتش عندي تلات أشكال من النوع سي اتش وعندي شكل سي سي اتش شكل واحد CCL وعندي شكل HCL HCL يبقى عندي شكل واحد وهنا شكل واحد ثلاث أشكال وهنا شكل هروح هكتب القانون بتاعنا اللي احنا عارفينه المتفعلات زاد النواتج هتقوله كده اكتب معايا وانقل واحد فيه 347 زائد اتنين فيه 346 زائد اربعة فيه ربعمية وتلاتاشر زائد القانون واحد فيه سالب 612 زائد تلاتة فيه سالب ربعمية وتلاتاشر زائد واحد فيه سالب 346 زائد واحد فيه سالب ربعمية تنين وتلاتين الكلام ده كله على الآلة هيدديلك 62 كيلو جول في حزن الختام يارب تكون استفدتوا حاجة اشوفكو على خير في الفيديو الاخير بإذن الله الجاي وهو تجميع لأسئلة المتفوقين في الباب الرابع كلها في فيديو واحد متنساش تعمل شير لزمالك عشان يستفاده وتعمل كومنت تم عشان لما ينزل الفيديو ابعت لك اللينك بتاعه ما يفوتكش شوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله